السلام عليكم شباب ان شاء الله هنبدأ نحل مع بعض اسئلة شابتر 2 في الكويتشن بانك المعاصر عشرين تاتة عشرين طبعا كالعادة ياريت تكونوا شفتوا الاول فيديوهات المراجعة الشرح وكتبتوا القوانين وشفتوا الاسئلة المحلولة فيها وحلتوها عشان انتم جاهزين للكويتشن بانك سكوير فريم اللي هيبس بتاعه 5 سنتيمتر طبعا هنضربه في 10 بار نيجيتف 2 هيبقى 0.05 ميتر ومعه ماجنيتك فلاكس بتو تم بار نيجيتف 2 والفلاكس اللي عدى جوه الفريم ده كزا ويبر اللي هي 2.5 في تم بار نيجيتف 5 دي الفاي ام عايز الانجل ما بين الفريم وما بين الماجنيتك فلاكس احنا عارفين ان الماجنيتك فلاكس ماكسمام في البربيندكولر يعني لو ده الفلاكس وده الفريم او الكويل زي ما هو قال عليه لو الانجل ما بينهم يبقى بنعمل لها ساين لكن لو الانجل ما بين الفريم والنورمال او البربيندكولر على فلاكس بنعمل لهم كوزاين فهو هنا عايز الانجل ما بين الفريم وما بين تك فلاكس فهنعمل ساين يعني هاجي عود في قانون اللي هو فاي ام اكوال بي اي ساين سيتا فاي ام 2.5 في تم بار نيجيتف 5 البي 2 في تم بار نيجيتف 2 الاريا 0.05 باور 2 ساين الانجل شفت كالك الانجل هتطلع بكام الانجل هتطلع ب30 او بزاة فيجر شو كويل هوسبلين اس باراليل يعني بزيرو مع الماجينتك فلاكس افزاة كويل و تيت كلو كويز كلو كويز زي ما هو راسم كده مع الساعة 140 ديجري ايه اللي هيحصل لفلاكس هو مبدئيا اما يلف تسعين من المية وربعين دي كده هو لف تسعين بس كده هو بقى ماكسموم فاي ام نايز قديم من الاربعين نايز خمسين كمان ويقف لحد هنا فهو كده وصل لماكسموم وبعد كده قل شوية بس ما حصلوش فانيشنج اه يعني هو زاد بعد كده قل كمل السؤال الاخر لحد ما يرجع كما كان عايز تزوده ولا عايز تقليله في الاول عايزه يقل في الاول يبقى لازم توديه للبراليل يبقى هو كده لفي ستين طب عشان يرجع كما كان يبقى لازم يلف ستين كمان يبقى هو هيلف كلو كويز مية وعشرين دجري رينج الاريا بتاعتها 0.4 متر سكوير بلايز بلايز بايلة معينتك فيلد فراكس دينستي كزا ويبر بايلة سكوير دي تسلا دعوا دعوا بي عايز ان معينتك فراكس زاد باسرو زي رينج وصبع الفل قالك براليل براليل ده يعني الفلاكس بكام بزيرو ميني الاكتنجرال كويل اف ديفرنت اريا ار بريزد وان اتا تايم انه يوني في المجانيتك فيلد ساتش ذات هم كانوا عاملين انكلاينيشن عاملين انكلاين مع الديريكشن بتاع الفلد بستين لسه رسمين الرسمة دي ورق نرسمها تاني طرقوا مديني رسمة او انجل ما بين الكويل والفلاكس بنعمل الانجل دي ايه سايم ولو النورمال على الفلاكس والكويل بنعمل لها كوزايم فالانجل دي ما بين الفلد وما بين الكويل شخصيا يبقى نعمل لها ايه هنعمل لها سايم او بزي جراف البيز انتراليشن بين الفايم والاريا طيب ادي فايم ودي بي ايه ساين الانجل الفايم مثلا هناخده بخمسة بس ما تنساش ان الخمسة دي مضروبة في تين باور نيجاتف فور يبقى البي الايه سوري هناخده بزيرو بوينت تو البي عايزين نحسبه ودي ساين سيرتي هتطلع الاجابة تو بوينت ايت ناين في تين بار نيجاتف سري او اذا تفجر شو صادت فيه قفى كويل بلز الميجنتيك فلد الكويل روتيتد بانجل مية وعشرين كونتر كويز عكس اتجاهها قرب الساعة عايز يعرف الاختلافات اللي حصل في الميجنتيك فلوكس وهو بيلف او مبدئيا اما يلف عكس الساعة مية وعشرين يعني يلف في الاتجاه ده هو يكفي ستين عشان يبقى ماكسموم يبقى هو زاد بعد كده ستين كمان عشان ترجعه زي ما كان يبقى هو ما قالش ما قالش ما ينفعش بي وما ينفعش دي طيب هو الانجل دي التلاتين دي هنعمل لها صين وصين التلاتين بكم بهاف عشان كده هو كان بادئ عند هاف الفاي ام زاد لماكسموم بعد كده ما قال للهاف تاني لكن دي لو كنا هنعمل لها كوزاين يبقى الإجابة هي ايه ايه في الماجنيتك فلاكس ونصه برا فالفلاكس زاد اما يتحرك يمين شوية كمان كده الكويل كله دخل والفلاكس بقى ماكسموم تحرك يمين شوية زي ما هو ماكسموم ما فيش تغيير زي ما هو ماكسموم ما فيش تغيير بعد كده هيبدأ يطلع فالفاي ام تبدأ تقل يعني اخر نوعه يزيد 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 بعد كده فود الماكسم شوية بعد كده لحد موصل الزيرو هنا مدينا تو كيوبس اكس و واي بيقول لي في الماجنيتك فلد بربندكلر على الابر سيرفس بتاعهم قال لك عايز اللي بتوضح العلاقة من الماجنيتك فلاكس في الابر فيس طيب احنا منيجي نعمل فاي ام بيف اي مبدايا هما الاتنين متعرضين لنفس الماجنيتك فلاكس يبقى هم مختلفين في مين في الاريا انا اللي يهمني الاريا اللي فوق اللي عمال يقول لي عليها الابر سيرفس دي اللي داخل فيها الفلاكس السايد لينس هنا 3L السايد لينس هنا L يعني اريت ده تعتبر 3L باورتو اللي هي 9L اريت ده هي L باورتو بس يعني ده قد ده 9 مرات الواي قد الاكس 9 مرات اللي هي الاجابة D 3 اوزت فيجر شوط different positions اكس وواي فاكويل اريا بتاعته 0.3 محطوط في يوني في الماجنيتك فلاكس ب 0.6 تسلا عايز يعرف واللي تشينج ده يعني difference يعني هنعمل minus الاولانية الكويل يعني الفاي ام بزيرو التانية الانجل ما بين النورمل على الاريا والفلاكس بستين لو كنا بنعمل لها ايه الانجل دي ادي الفلاكس وادي النورمل على فلاكس وادي الكويل كنا بنعمل سين لدي وكوزين ما بين الكويل والنورمل على فلاكس بي في ايه في كوزين الانجل البي مده لنا في 0.6 والاريا 0.3 كل ده هنضربه في كوزين سكستي تطلع 0.09 هو عايز بقى التشينج ما بين 0.09 والزيرو اللي هي هتفضل 0.09 اما نعمل له مينوس في المانتك فيلد الكويل ده بي روتيت ابوت الاكسس زي الرسمة كده يعني كأنك حاطت حلقة على على التاب ده او على على الكتاب وبتلف الحلقة او انتك لو كويز حاطة الفلوكس اللي داخل جوه للحلقة دي هيتغير? لا مش هيتغير هو هيتغير لو هو كده بربندكرار على فيلد انت لفقته خليته بربندكرار على فيلد او خليته بعد كده بربندكرار على فيلد ساعتها اه كان هيتغير بس هو هنا هيفضل الكويل اللي انت ماسكه او الرنج اللي انت ماسكه بربندكرار على فلوكس يعني هيفضل دايما ماكسموم مش هيتغير وبس اتفجر شو ستريت واير دامتر بتاعه اكس الكورنت بتاعه 22.5 ومجانيتك فيلد 1.8 تمتين بور نيجتي فور وقالك دي تكونت عند نقطة K اللي تبقى دي 2 سنتي عن السيرفس عايز يعرف الديامتر بكامل احنا عارفين ان القانون بتاع المجانيتك فيلوكس اللي هو البي اكوال توف تن بار نيجتيف سيفن اي على دي بس دي هي مسافة من النقطة لحد الاكسس او السنتر بتاع الواير يعني الجزئية دي اللي هي الريدياس هتبقى بلاس اللي 2 سنتي هم دول المسافة نقطة ما كانت فلاكس 1.8 في تم بور نيجتيف فور ودي 2 في تم بور نيجتيف سيفن والكورنت كان بـ 22.5 وممكن نشيل الريدياس بدا الريدياس 2 ده نعمل اكس اوور 2 ده الريدياس بلاس اتنين سنتي يبقى اكس اوور 2 بلاس اتنين سنتي بس كل ده لازم يتضرب في تم بور نيجتيف 2 شفت كالك هتطلع لك الاكس اللي هي ديامتر بواحد سنتي طبعا احنا عارفين ان الماجنيتك فلاكس بيمشي من الساوس للنورس او بمعنى اصح النيدل دي او الكومبس دي بتمشي مع ماجنيتك فلاكس بتشاول على النورس بتاعه فيبقى كده احنا عندنا ماجنيتك فلاكس هنا انتي كلوك ويز ولو عملت ايدك يمين انتي كلوك ويز هتلاقي ان الكورنت هنا كان ماله كان اوت اوف بيج اللي هي اول اجابه ان زاوبز تفجر ماجنيتك فلاكس ديني سي ديو تو زا فلو في راكت الكورنت انزوار اد بوينت اكس هتبقى كم هي بوينت اكس دي المسافة الحقيقية بتاعتها طب المسافة دي مالها المسافة دي اقل من الخمسة سنتي شايف الرقم اللي هو كتابه لك في كل الاجابات ده ده لو جيت تحسب الفلاكس توف تيمبور نيجاتف سيفن في الكورنت على خمسة سنتي اللي هي 0.05 هيطلع لك 1.2 في تيمبور نيجاتف 5 بس الكلام ده على مسافة خمسة سنتي خمسة سنتي دي لو هتقبر بندكرر هتلاقي هنا هال الفلاكس بقى هنا اكبر ولا صغر كل ما تقرب الفلاكس يزيد عشان كده هنختارها هو بي اكس على بي واي اللي هيفرق في القانون طبعا الرقم ده اللي هيفرق في القانون فبما ان هم نفس الاي لان هم حواليه نفس الكورنت فهي موضوعه كله ان هو انفرز مع دي وخلاص طيب دي بتاعت وي باثنين ودي اكس بون يعني الرشيو تبقى 2 over 1 بكذا ده اللي بنسميه واتجاهه انتو زي ما يباين في الرسمة عايز النقطة اللي عندها الماجينتك فلاكس فانش طيب الوير ده فوق الكورنت بتاعت تجاه الفوق فلو عملنا امبيرات هندرول هنلاقي هنا ان وهنا قوت طيب احنا عشان الماجينتك فلاكس يفانش عشان تبقى النيوترال بوينت لازم هما ناحية اليمين هنا هما الاتنين ان فالنقطة مش هتبقى سي ولا هتبقى دي هنا ده قوت وده ان فهي هتبقى ايه بيه طيب النيوترال بوينت بتقولك ان الماجينتك فلاكس الاكسترنال لازم يقدم ماجينتك فلاكس اللي هيولده من الواير يعني توف تين بار نيجاتف فايف دي اكوال توف تين بار نيجاتف سيفن في الاي اللي هي عشرة امبير على الدي شفت كالك هتطلع لك الديستنس بزيرو بوينت وان ميتر اللي هي عشرة سنتي يبقى انت بتتكلم ان هي نقطة بي انزاوزة فيجر long straight wire carry electric current of 60 امبير وflowing into x زي ما هي مرسومة هي توين في ماجينتك فلاكس دينستي توف تين بار فايف ده برضو اللي هو الاكسترنال اللي هو مد هنا ناحية الشمال او قالك عايز لنيت ماجينتك فلاكس عند نقطة بي اللي تبعد مسافة 0.1 1 متر او عشرة سنتي هنيجي هنا الواير ده لازم نرسم حواليه الدايرة هو السنتر بتاعها وي بتمر بالنقطة طيب ده اين ولا قوت ده اين يعني الفلاكس بتاعه نيجي نشوف هنا الفلاكس بتاعه يبقى ايه هنلاقيه tangent يبقى ده بي وير وده بي الاكسترنال اللي اتنين في سيم دايركشن يبقى هنعمل بي واير بلاس بي اكسترنال مش مينوس يعني ايه ايه مينوس طيب المسافة هي المسافة ده اي ده فور اي يبقى ده الواحد وهيعمل هنا كم بي هيعمل فور بي بس ثم عكس بعض هنعمل مينوس يعني الاجابة هتبقى سري بي طيب بيسألك على الديريكشن بتاع الريزالتان ماينتك فلاكس دينستي هو ماينتك فلاكس دينستي عنده نقطة بي هنا بتسمع كلام الفلاكس الاكبر اللي هو الفور بي اللي جاي من الفور اوي طيب ده كان اتجاهه اين الريلونج سريت وير كاري الاكتر الكارنت ايكوال انتنستي عايز يعرف ان اتجاه النيت مينتك فلاكس عند بوينت اكس بكام لازم هنيجي نرسم دايرة حوالين الواير ده بتمر في النقطة دي ودايرة حوالين الواير ده بتمر برضه بنفس النقطة اللي تحت ده قوت قوت يعني انتك لوك انتك لوك يعني التانجنت بتاعه بتاعه في اتجاه الواير ده وبرده ده قوت يعني انتك لوك وانتك لوك يعني التانجنت بتاعه الفوق يبقى الريزالتانت بتاعهم هيبقى انبتوين ما بينهم ده الفلاكس التوتال هيبقى في اتجاه كام هيبقى في اتجاه وير سري دايريكشن سري وبزا تفجر شوتوا ببلا المجنيتود بتاع المجنيتك فلد is greatest ولو بصينا على هلاقيهم هما الاتنين في يعني بينهم وبرا بلاس وعايز يبقى اكيد مش هدور على النقطة العام فيها ويستحسن انت تختار الاقرب الكبير ليه لان هنا كنا بندور على يعني كنت بتلاقيها في ناحية جنب الصغير يعني كنت بتلاقيها هي النقطة دي او دي او دي او دي او دي حسب او دي 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 نقطة يبقى انت النقطة اللي هو عايزها هي point x anti parallel يعني عكس اتجاه بعض إليكتري كارانت انتنس تي اي و تو اي بس رو تو لونج ستريت وير از شون ان زاوب زا تفجر كوريكتور اردر بتعمعتك في لكس ايه هم دول انتي برا للعكس بعض في النص بلس وبره مينس طيب يعني من الاخر واي هي اكبر واحدة طب زد و الاكس الورايب الكبير هو الاكبر الورايب الكبير هو الاكبر طب يبقى واي بعدها زد بعدها اكس اللي هي اخر اجابة وبزا تفجر شوت 2 فيري لونج برا للستريت وير ذات ار بليزد ان ابلين اف بيج زيارة فكتد باي اونيفورم اكسترنال ماجنيتك فيلد الدينيس بتاعته تنباور نيجاتيب فايف ده الاكسترنالة ده الاكسات اللي هم ادينا وقال لك الداريكشن بتاعها انتو اي بزا ريزار تجمياتك في لكس دينيس عند بوينت بي سبحان الله طالع برضو تنباور نيجاتيب فايف والداريكشن بتاعه انتو ده معناه ان الكرة انت مالو طيب النقطة دي متأثرة بكام فلاكس فلاكس وير وان فلاكس وير تو والاكسترنال طيب فلاكس الاكسترنال تنباور نيجاتيب فايف والرزالتان تبباور نيجاتيب فايف وفي نفس الاتجاه ده انتو وده انتو ده معناه ان فلاكس الواير ده وفلاكس الواير ده كانسيلوا بعض يعني ده معناه ان دي تعتبر نيوترال بوينت للتو ويرز المسافه قد المسافه يبقى كارنت قد كارنت يبقى كارنت بستة امبير انزا اوبزت فيجرستريت واير بلازد بربندكلر تونف المجنك فلاكس دينيستي اوف بي ديريكتد ان تو زا بيج وان الكتريك كارنت اوف انتنستي قوي باص روزا واير التوتال مجنك فلاكس عند بوينت بي بقت فور بي بدل ما تبقى بي اجين المجنك فلد الواحد بي التوتال عند نقطة P فور B كده الريزالتان عند نقطة كيوب كام الواير ده هنا اين هنا قوت يعني عند نقطة P دي هو قال لي فور B ده جايين من البي الاكسترنال بلاس بي الواير يبقى بي الواير بكام بي الواير بسري بي ده بي بتاع الواير وده بي الاكسترنال طب هم هنا ده قوت وده إن يبقى هنعملهم يبقى هنعمل السري بي بتاع الواير معنى سري بي الاكسترنال هيتلع عند نقطة كيوب 2 بي فقط أوبزة دياجرام 2 currents of i 2 i are set up through زي هتو بيرل واير وين واير x move away from واير سوري واير واي هو اللي هيموف away from x الفلاكس دينستي هتزيد ولا تقل هو احنا في النص بنعمل ماينس عشان هما بسيم ديريكشن وبرا بنعمل بلاس يعني الفلاكس هنا عند سي ده equal flux وير اكس plus flux وير واي هو قال لي هيبعد واي يعني هيحرك واي الناحية دي اما واي ييجي الناحية دي وفي نفس الاتجاه برده هنعمل بلاس بس المسافة هتكون زادت اما المسافة تزيد flux واي هيقل واما flux واي هيقل الفلاكس التوتل هو كمان هيقل بس مش هيوصل زيرو يعني مش هيقل الدرج نوع يبقى become زيرو in the opposite figure net magnetic flux density at point x is b ده net ده total عند نقطة x so if the current electric current intensity of wire 1 decrease the 2 i على 6 بقى 6 i ده في wire مين ده في wire 1 net magnetic flux density في point x هيبقى كام احنا كده محتاجين نكتب الاول لما كانت بي اللي هي الحالة الاولى كانت 2 في 10 باور نيجاتيب 7 i على d مينوس على بلاس هما opposite direction يعني في النص بلاس وبره مينوس يبقى i على d مينوس i على d طيب الاولانية كانت 2i والمسافة d والتانية كانت i واحدة والمسافة d المسافة هناخدها كلها اللي هي 3d طيب هنا كان هنا بنعمل اتنين مينوس تلت هيطلع لك 5 على 6 يعني ده هيطلع 2 في 10 باور نيجاتيب 7 ملتبلاي 5 اوور 6 i على d طيب الحالة التانية الفلاكس بتاعها بقى هيبقى 2 في 10 باور نيجاتيب 7 هو هيكسل اتجاه لا هو هيقللها بس يعني هيخلي دي زي ما هي 2i على d ودي مينوس ودي i على 6 واللي هي كده كده مضروبة في 3d طيب كان انا بنعمل اتنين مينوس واحد على 3 في 6 تطلع 35 على 18 يبقى احنا كده 2 في 10 باور نيجاتيب 7 35 على 18 اي على d برده هنعمل بقى b2 على b نعمل ده ده يبقى هنعمل ده ده مبدايان الارقام دي هتروح و i و d دول هيروحوا يبقى هيبقى لك 35 35 over 18 على 5 over 3 انا كنت كتبها هنا غلط اي ام سوري يبقى كده هتطلع 7 على 6 يعني b2 equal 7 على 6 b لها لاجابة c 2 straight barrel wire carry electric current as shown in the opposite figure magnetic flux dynasty at midpoint between them is directed out of bridge طيب والماجنتيب بتاعها b current in tennessee if the current in tennessee's direction or post of them get changed in one or post wires في اتجاه wire واحد او الاتجاه نتغيره in which of the current cases magnetic flux dynasty في الميت بوينت هيبقى directed into bridge with 2 b لو بصينا على الرسمة دي هلاقي ان هما الاثنين في النص بلاس وعملين b وطبعا الاتجاه اوت هو عايز هنا الاتجاه يبقى into and 2 b فلازم نزود واحد الضبل ونزود واحد الضبل ونخلي الاتجاهين عكس بعض عشان يبقى اللي في النص in مش قاوت فخلنا 2 i ده بقى for i والi بقى 2 i فالمسافة هي هي الفلكس بقى into وزاد الضبل يعني الاجابة هتبقى d اوزا تفجر في 20 على مسافة بينهم 0.1 تطلع الاجابة 4 في 10 بور نيجاتيب 5 انزا اوز اتفجر شو سري لونج ستريت بيرا الواير وقال لك البي عندو نقطة كيوب 0 يعني فانيش طيب احنا عندنا الواير ده عامل هنا ان قاوت ان قاوت ان قاوت يعني عندنا واحد عامل هنا ان وده قاوت وده قاوت يبقى اكيد flux 1 add لو سميت ده 1 يعني وسميت ده 2 وسميت ده 3 add flux 2 3 مع بعض ليه يا عام عشان ده ان والاتنين ده قاوت وهو بيقول لي ان resultant بتاعهم بZero طيب هناخد الاي ود دي بس يعني هناخد هنا اي وان ومسافة بتاعته دي ده اي 2 ومسافة بتاعته دي برضو بس اي 3 مسافة بتاعته اديه لحد النقطة دي 2D الدي راحت مع الدي راحت مع الدي ده معنا ان اي 1 اكوال اي 2 بلاس نص اي 3 يعني الاولانية ما تنفعش والاخيرة ما تنفعش طيب احنا بنقول ان اي 1 اكوال اي 2 بلاس نص اي 3 طب لو شلنا النص لو شلنا النص يبقى احنا زودنا الright hand side فبقى كده بقت الright hand side اكبر من الleft hand side يعني اللي جاعة بقى تبقى بيه in the opposite figure three longest straight wire are placed in the same plane where each of them carry electric current current of wire 1 vanished الا يحسن المغنيتيود بتاع الفلكس عند نقطة x ونقطة y لو جينا نبص هنلاقي ده in out in out in out طيب يعني ده عامل هنا in والاتنين دول عاملين هنا out يعني احنا ما نيجي نشتغل هنعمل flux 2 plus flux 3 minus flux 1 طب لو flux 1 ده تلاشى يبقى احنا هنزود flux عند x احنا جزء كنا بنعمله minus char طيب بالمسك لو جينا نقول هنلاقي ده هنا out وده in وده in طيب مين اللي اكبر الاوت ولا ال in لو جينا نبص هنلاقي ان ده i على كم دي على ثلاثة دي وال in التانية 2i على دي واحدة اللي هو الوير ده 2i على دي واحدة ناحية التانية بقى 3i على دي طب ما تيجي نشوف مين اكبر دول كده الجماعة اللي مدينا in ودول الجماعة اللي مدينا قوت كده 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 كنك بتعمل 3 plus 2 لكن ده 3 مين اللي اكبر اللي اكبر ده يبقى انا لو شيلت ده انا كده زوتت او اللي قللت انا شيلت الحاجة اللي كنت عملها مينس فانا برضو زوت فالتنين هيبقوا increases وبعدد وبعدد فجر فور في ري لونج بارل وير بلز بربند كورت وزابلين اوزابيج اا اد كورن اوف سكوير يعني عايز يقول لك مسافات لحد النص اكوال وهو عايز في النص لازم نرسم دايرة حوالين ده بتعدي هنا دايرة حوالين ده بتعدي هنا دايرة حوالين كل وير بتعدي في نقطة M دايرة حوالين كل وير بتعدي في نقطة M نمسك واحدة واحدة اول وير ده ده ان ولا قوت ده ان يبقى هنعمله والتانجنت بتاعه هيبقى في اتجاه فور اللي تحته ده اتجاه قوت يعني يعني التانجنت بتاعه هيبقى في اتجاه سري ده انتكلوك برضو التانجنت بتاعه هيبقى في اتجاه فور ده انتكلوك بتاعه هيبقى ناحية وان يعني احنا كده معنا واحد هنا واحد هنا واتنين هنا دول هيكنسله بعض وفي الاخر مش هيبقى لك غير بتاع اتجاه فور اتشو في الفلونج فجر شو تو ستريت وير زاد كاري الاكتر ان كارنت عايز يعرف مين فيه من نيت ماجنيتك فلوكس دينيس بوينت اكس بزيرو طيب ده i على d وده 3i على 2d يبقى ده مش نيترل ده i على d وده 2i على 2d ده نيترل بس طبعا لازم يتاكن ان هما في سين ديريكشن يعني في الوص نعم مينس ده الابزت يعني برا نعم مينس ده i على d وده 3i على 3d ده نيترل لكن ده i على d و 2i على 3d لا ده مش نيترل يبقى هالإجابة 2 و3 اللي جابة b أوزت figure two long straight wire to each other least distance ما بينهم 20 سنتي عايز resultant في نوت x ده قوت ودا يبقى هنعمل بيساجرس يعني هنيجي نقول root ده وده power 2 يعني هنا 2 10 bar negative 7 في الاي اللي هي 20 على المسافة اللي هي 10 سنتي وهنا برضو 2 10 bar negative 7 في الاي 10 على مسافة 0.1 هتطلع الإجابة 4.5 في 10 bar negative 5 5 5 opposite figure shot 2 Burbank declare straight wire edge of edge carry electric current i عايز ريش عمل الميت tic flux dynast x y dha هيعمل هنا in out وده هيعمل هنا in وهنا out يعني النقطة x بنعم minus ونقطة y هنعمل minus هم اللي اتنين فيهم current i المسافة مرة هنا دي دول بتاعها مرة هنا دي دول بتاعها يعني هي نفس كل حاجة يبه هي one to one عايز يعرف مين ابعد مين هو السلوب بتاع حضرتك b على i و b على i دي كانت اكون u على 2 by d يعني السلوب inverse مع d لعند السلوب اكبر distance اقل لعند السلوب اصغر distance اكبر يعني كده اكس ابعد من y اللي هي الاجابة b of the graph represent relation ما بين الميتك flux dynasty at definite point due to flow of electric current of straight wire وال i عايز distance of cam اللي السلوب هو b على i هو equal 2 10 bar negative 7 على d يعني لو خدنا النقطة دي والنقطة دي ادي 64 time time bar negative 7 على 8 اللي هو current equal 2 time bar negative 7 على distance 0 يعني هو بيبعد عن point ما بين الفلكس والديستانس كلما الديستانس تزيد الفلكس هيقل يعني العلاقة بينهم انفرز وما فيش بلس ومينوس فهتبقى انفرز كيرف مش ستريت لاين بيرسون استانداد دي فروميليكتر كبار كابل جيت افكتد بي منيتك فلكس بي طب لو الشخص ده بقى على مسافة توفر سري يعني هو كده قرب يبقى لازم منيتك فلكس تزيد طب هتزيد باي ايه هو الفلكس دايريكت ولا انفرز مع الديستانس انفرز فاما الديستانس تقل 2 على 3 اما الديستانس تقل 2 على 3 يبقى الفلكس هيزيد 3 على 2 3 على 2 دي اللي هي واحد ونص يعني هو زاد بقيمة خمسين في المية اللي هي النص دي سؤال ده ما جاءنا نحله في الكتاب القديم قلنا مشكلة انهم مش قللي 2 currents في اي اتجاه فانا هافترض انهم كانوا مرة اوبيزيت ديريكشن متعكس ومرة في سين متعكس واشوف اللي اجابة اللي موجودة مش هبقى اجابة اللي اجابة تيمة يعني ده اي و ايه اللي ان عملين في النص ما بينهم بيه طب لو اتعكسوا ايه اللي هيحصل طيب هوا مابدين ال بي ده اللي هو هايبقى 2 في 10 بار نيجاتف 7 مرة 2 اي على دي وطبعا دول اوبيزيت انا فرض ان هو اوبيزيت يوان بلاس ومرة اي على دي يعني اكي انها تو في تين بار نيجاتف سيبن اتنين بلاس واحد بي تلاتة اي على دي طب لو اتعكسوا لو بقول اتنين في سيم داريكشن يبقى هي هي نفس القصة بس هنعمل ايه هنعمل ماينس فيبقى تو ماينس وان كأنها وان وخلاص يبقى كأنها وان اي على دي اما اجي اعمل بي تو على بي يبقى هعمل ده اوفر ده التوف تين بار نيجاتف سيبن هتتشطب وهيبقى وان على تلاتة يعني هتبقى بي تو اكوال بي اوفر سري وهي دي الاجابة اللي موجودة طب لو كانت مش موجودة كنت افترض في الاول انهما في سيم داريكشن واعكسهم كانت على فكرة الاجابة هتطلع على تلاتة بي وما كانتش هتبقى موجودة يعني الان بربع والرديس تو باي سنتيميتر يعني متنساش ان ده يتضرب في تمبور نيجاتف تو بلز ان بلين افزا بيج اكسبرينسينج اكسترنال ماجنتيك فيلد مدهونة فور في تمبور نيجاتف سيكس وعايز النت ماجنتيك فلاكس في نقطة بي دي بكام طيب احنا عشان نتجيب الماجنتيك فلاكس دي تعتبر كويل يعني تو في باي في تمبور نيجاتف سيبن ان اي على ار اللي معانا معانا الان بكوارتر ومعانا الاي على الرسمة بفتين ومعانا الريديس بتو باي وقالنا مننساش ان دروا في تمبور نيجاتف تو فتو باي هتروح مع التو باي ده هيطلع سري بوين سيفن فايف طيب تين بار نيجاتف فايف تسلا طيب ده الديريكشن بتاعه ايه لو عملت امبير ريت هاند رول اتلاقيه بيلف كلو كويز وكلو كويز يعني ان وإحنا عندنا كان فيه اكسترنال قوت يبقى النيت فلاكس هنعملهم برصة لو ماينوس هنعملهم ماينوس طيب السري اكبر ولا الفور لأ خبالك دي سري طيب تين بار نيجاتف فايف يعني هي الاكبر يبقى هنعمل سري بوينت سري فايف تايم تين بار نيجاتف فايف ماينوس الفور في تين بار نيجاتف سيكس هتطلع الاجابة سري بوينت سري فايف تايم تين بار نيجاتف فايف وطبعا هيبقى اتجاهها مع الكبيرة اللي هو هيبقى اتجاهها اين اوزة فيجر سيركولر متاليك رينج يعني الان بوين الريديس بتاعها خمسة سنتيمتر ما تنساش ضربها في تين بار نيجاتف تو فيها current باثنين امبير magnetic flux في النص بكام والdirection بكام هنقول ان flux equal to في الباي في n لا نسينا 10 bar negative 7 في ال n في الاي على ال r والر قلنا ما ننساش نضربها في 10 bar negative 2 هتطلع الاجابة 2 في 10 bar negative 5 طب الاتجاه لسه يلين الاتجاه اما يبقى clock wise يبقى الاتجاه in يعني اخر اجابة electric current is set into a metallic circular ring through multiple paths ascension is opposite figure عايز ال direction بتاع magnetic flux في ال center بكام طب احنا عندنا هنا ال 2 وال2 in في النقطة دي هنعمل KCL هتطلع علينا 4 امبير هنا ال 4 امبير جات هنا بقت 7 يبقى اكيد فيه 3 امبير داخلين طب ال 3 امبير اوت وال9 اوت يبقى اكيد كان فيه 12 داخلين واخيرا 12 خارجة واثنين خارجة وفورتين داخلها يبقى كده تمام يبقى احنا معنا الربع لفة دي فيها 12 امبير الربع لفة دي فيها 3 امبير الربع لفة دي فيها 2 والربع لفة دي فيها 4 طيب كده مين اللي يكسب هو الفلكس كان ميو ن اي على 2 ار البرميبوليتي ثابت والن ثابت والرديا الثابت يبقى اللي عنده اي اكبر هو اللي عنده فلكس اكبر يبقى هنسمع كلام 12 وال12 دي ماشية انتي كلوكويز والانتي كلوكويز بيبقى اتجاهه ايه بيبقى اتجاهه اوت اوف بيج يعني الاجابة بي كبر واير اللينس بتاعه 60 ميتر الكروس سكشن الاريا بتاعته توف تمبو نيجت 7 ميتر سكوير واند انتو سيركولر كويل الريدياس بتاعها 2 سانتي اللي هي تبقى زيرو بوينت زيرو تو ميتر ترمينال تكوننكتد بدايركت كارنط اليمف او الوي بي بعشرة واخد بالك عنده انترن الريزيستنس وميديك الريزيستيفتي ده يعني مش حرمك من حاجة وعايز الماجنيتك فلوكس دينستي طيب الماجنيتك فلوكس دينستي ده يعتبر كويل فهو تو في الباي في تمبار نيجاتيب 7 في ان اي على الار ايه اللي معنى من دول ولا اي حاجة يعني معناش غير الريدياس نشيل ده ونكتب 0.02 طب نجيب الان منين هو قال لك وير وتلف عملنا له ووندينج عشان يبقى كويل طب ما احنا عندنا قانون لنس الواير equal ان 2 باي ار يعني انا ممكن احسب الان عن طريق ان ادي لنس الواير ودي 2 باي في الار اللي هي 0.02 كده انا جبت الان يعني دلوقتي ممكن في القانون ده اقوم جاي شايل الان واكتب 60 على 2 باي في 0.02 ما تنساش ان كان فيه ايه هنا فالتو باي تروح مع التو باي ورايح دماغي منهم طب الكرنت هاجيوه من ايه الكرنت هايجي من VB على R plus R طب ال VB 10 وR internal اجيب R الواير من ايه resistivity lens على area ومعانا resistivity 1.79 في 10 power negative 8 ومعانا lens 60 ومعانا area 2.10 power negative 7 هتطلع 5.37 اما نعود هنا 5.37 هيبقى current 1.57 لو شلنا current من هنا وحطينا 1.57 هيطلع لنا الفلكس في الاخر ب 2.4 time 10 power negative 2 تسلا opposite figure represent circular coil الradius بتاعها 4 سنتيمتر يعني 0.04 متر والتيرنس بتاعته بعشرين محطوط في electric current 6 ampere external uniform magnetic flux بكزا واتجاه in اكساة ههم رماية في كل حتة عايز بتاع resultant عند نقطة B طيب احنا هنحسب اتجاه هنحسب الفلكس بتاع الكويل ونشوف اتجاهه ونشوف هنعمل plus هو هو الكل بيلف ايه الكل ال current فيه بيلف وكلوكويز ده يعني n هو كمان يبقى هنعمل لهم ايه يبقى هنعمل لهم plus وهنحسب الاجابة اكيد واحدة من الانتو دي طيب نحسب الفلكس بكويل يعني 2 باي في 10 باور نيجاتف سيفن في n i على r هتطلع الاجابة 1.88 في 10 باور نيجاتف سري وانا هنعملها plus 2 10 باور نيجاتف فايف هتطلع علينا 1.9 يعني اول اجابة وانا current carrying circular coil was blessed barely magnetic field المagnetic field ده عنده دينستي بي المagnetic field الناحية اليمين ده عنده دينستي بي ال resultant magnetic flux في الحالة دي كان truth in وجي بيقولك طب لو coil 90 طب هو 90 ما قالش يبقى لازم ادرس الحاكتين ال resultant magnetic flux بعد ما يروتيتها كام طب اقولك استنى لو وهو في وضعه ده في flux يمين وفي flux in الاول هناخد الحالة اللي عندنا دي ده mean وده in يعني 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 روت اكسترنال بار 2 يعني روت 10 بي اكوار روت بي كويل بار 2 ما عرفوش بكم بس الاكسترنال هون من دوننا بكم فوق الاكسترنال بي بي نشيل الروت دي ازاي بار 2 يبقى هنا 10 بي بار 2 وهنا بي كويل بار 2 بلاس بي بار 2 ده يروح بالمينس يبقى بي الكويل بار 2 10 مينس ون بناين بي بار 2 يبقى بي كويل اكوال سري بي عملنا ايه اخر خطوة خدنا روت السطر ده طيب دلوقتي ما يلف 90 يعني هيبقى شايفينه من الجنب عامل كده الفلاكس بتاعه هيبقى يمين هيبقى شمال يعني السري بي دي يهتبقى يمين يهتبقى شمال لكن كده كده الفلاكس الاكسترنال هو ناحية اليمين ثابت فلو هما في سام ديركشن هنعملهم بلاس اوبيزت ديركشن هنعملهم مينوس عشان كده ممكن تعمل سري بي بلاس بي ديك فور بي وممكن تعمل سري بي مينوس بي يديك تو بي يبقى الإجابة فور بي أور تو بي اتش في ذا فولونج تو فيجر زي ستريت وير اس بلازد ادجيسنت تو ارينج انزا سام بلين اتش في ذا كاري اليكتر كورينت بيقولك واتش في ذا فولونج ريليشن اس كوريكت فرزا ماني تيود فزا ماني تيود وزا نت ماني تك فلوكس دينستي فوينت اكس ووينت واي واحنا عندنا هنا الرسمة اللي عشمال يعني هما الاتنين ده عامل ان وده عامل هنا ان يعني هنعمل لون بلس لكن هنا الكويل عامل ان والواير عامل في الحتة دي تعتبر ايه قوت يعني هنعمل لون مينوس يبقى كيد بي اكس اللي هي نقطة اكس اللي في النص دي اكبر من بي عند واي زا opposite figure if the two wires and the ring or the same blame والresultant magnetic flux في center C اسمه بي وبيقولك ال current direction بتاع واير اكس بس هيتعكس عايز يعرف الريزولتانت الجديد هيبقى كامل طب احنا عندنا الوايرين دول opposite direction ده in out ده in out يعني الاتنين عاملين في النص هنا out عشان كده هما في opposite direction كنا بنعلهم بلس طب بالنسبة للرنج الجميلة دي الرنج الجميلة دي anti clock ولا clock clock فتبقى عاملة هنا in يعني ال b اللي هو بيقولها دي هو flux بتاع two wires minus flux بتاع coil عشان هما عكس اتجاه بعض طب لو عكس b لو عكس x هنأسف لو عكس x بقت لفوق ساعتها هتدي هنا in وهنا قوت فالاتنين نفس current الوايرين نفس current ونفس المسافة من center يبقى كده النقطة دي بالنسبة لل two wires الفلوكس بتاع two wires فيها يبقى في zero يعني هي neutral point بتاعتهم يبقى مش هيبقى عندي ساعتها غير بي من بي كويل فكده الفلوكس هيبقى اكبر من b انزوا بزا تفجر ring و straight wire insulated are placed in the same plane tangent to each other تانجنت دي ليها معنى ان دي بتاعت الواير equal radius بتاع الكويل وهنا ring دي نسينا نقول ان الان بواحد اتشف زم كاري electric current بالسام انتين استي اي واللي اتنين بيعملوا لي ماجينتك فلوكس بي وان و بي تو بي وان ده طبعا بتاع الرنج عشان هالك هتمكتوبه في الاول والستريت واير عامل بي تو عايز resultant ماجينتك فلوكس هو مبدئيا هما اللي اتنين عكس اتجاه بعض فمش هنعمل بلازد اللي تحت دي هنعمل ماينوس طيب ماينوس اين ولا ماينوس قوي حسب الكبير طبعا ممكن ماينوس ويبقى زيرو تعال نشوف هو عشان ماينوس زيرو يبقى لازم فلوكس الواير يبقى قد فلوكس الكويل ويبقى عكس بعض ده ميو اي على تو باي دي وده ميو ان اي على تو ار الميو راحت مع ميو الان بوان الكرانت قد الكرانت الار قد دي التو تروح مع التو يبقى واحد على باي اكوال واحد هل ده صح؟ لا ده مش صح يبقى محدش يجي يقولي ده النيوترال لان لو النيوترال كانوا طيلوا قد بعض طيب كده معناها بقى لهم مش اكوال مين اكبر واحد ولا واحد على ثلاثة بوينت فورتين لا اكوال اكبر يعني بي كويل اكبر يبقى هنسمع كلام الكويل يعني الاتجاه هيبقى اوت الاتجاه هيبقى قوت يبقى هنختار الاجابة بي انزا اوبزت فيجر سمي سيركل سمي سيركل يعني الان بنص وير سيجمت اس بليزد انزا سيمبلين بتاع سيمبلين افزا بيتج مع نظر ستريت وير والاتنين عندهم كارنت اي وعايز يعرف الديريكشن بتاع النيت ماجنيتك فلاكس دينيسي في نقطة سيب كام طيب هي النص لفة دي تعتبر بالنسبان لنا نص كويل الاتجاه بتاع هك لوك يعني ان الواير ده هنا ان وهنا يعتبر اوت فالاتنين هيتعاملوا مينوس طيب الريديس هيعتبر اد الديستنسة ده مربعين وده مربعين لو خدت بالك يعني لو مساحنا دول كده تاني بالراحة هتلاقي الريديس هنا مربعين وهتلاقي مسافة مربعين فالاتنين هاد بعض طيب عايزين نشوف مين اكبر بي الواير ولا بي الكويل ترا ما هيتمينسه بي الواير ميو ان اي على تو ار ده الكويل انا كده عكست وبي الواير ميو اي على تو باي دي الكرنت واحد البرميبيلتي واحدة الار قدت دي التو تروح مع التو يعني هيبقى هنا الان بنص وهيبقى هنا واحد على باي مين اللي اكبر الواحد على النص اكبر يعني بي كويل اكبر مع كلام الكويل ونعمل اتجاه الفلكس ان هو ان والقوت هيبقى ان ان انزا اوز تفجر اوت هنعملهم طيب خد بالك الاتنين نفس الكرنت لان هم يعتبروا نفس السيركيت ماشي الاتنين نفس الكرنت بس الفرق ان دي الرادياس بتاعها ار ودي الرادياس بتاعها اتنين ار مين اللي تديك فلكس اكبر هم اللي تنين نفس الكرنت ونفس الان يبقى اللي عنده ار اكبر عنده فلكس اقل يبقى هنعمل فلكس السمول مينس فلكس البيج احزة اللي اجابات كلها فيها ميو فيها ار طب فلكس السمول دي ميو والان بتاعتها بهاف والاي بتاعتها بوان طبعا كل ده مرتبولات في بعض على تو ار لكن هنا ميو والان بتاعتها بهاف والاي برضو بوان بس الرادياس بتاعها بطو ار طيب هاف في وان على تو هيدينا كوارتر لكن هاف في وان على فور هيدينا وان اوفر ايت كوارتر ماناس وان اوفر ايت وان اوفر فور وكنا معانا حروف سابتة اللي هي البرميابيليتي والار يعني الاجابة هتبقى سي سيركل متالك اركي هز رادياس خد بالك البي ده هتقدر في 10 بار نيجاتيب 2 وليه مقفل متوصلة بها 14 ومدينا من ماجنيتك فلاكس دينيستي ب 4.9 في 10 بار نيجاتيب 4 وعايز الريزيستنس بكام طب الماجنيتك فلاكسي دي هنستفد بها ايه هي 2 باي في 10 بار نيجاتيب 7 ن اي على الار معانا ده 4.9 في 10 بار نيجاتيب 4 ومعانا الريدياس ب باي بس قلنا هنضربها في 10 بار نيجاتيب 7 يعني هتشتم مع البي دي سوري 10 بار نيجاتيب 2 تحت ولا معانا الان ولا معانا الاي طب الان ممكن نجيبها ازاي هو معاك الانجل دي كلها 360 منس 45 على ال 360 هيطلع ال N ب 7 اوبر 8 يبقى احنا ممكن من هنا نحسب مين نحسب ال current ال current هيطلع 28 طب اجيب ازاي resistance ما هو I equal VB على R وما فيش R internal يعني 28 وهادي 14 وهادي ال R يبقى ال R هتطلع بحاف wire lens L تلفه عشان يعملي وين وين N I على 2R البرماملتي ثابتة وقال لك ال current ثابت وال 2 ثابت يبقى هي N1 على N2 R2 على R1 بواحد واتنين اجيب ال R من N مش انت ال Lens equal N2 by R و Lens ال wire ده ثابت ال N وال R ما لهم inverse يبقى اشيل R2 على R1 وحط N1 على N2 ايه ده؟ يعني كنت ممكن اصلا اعمل ال N بار 2 خلاص بالزبط وده اللي كنا بيتفقين عليه يبقى انت ما يجيلك سؤال زي ده انه هو نفس الحبل تلفه مرتين ومدي الجيفن واحد اعمل الجيفن ده بار 2 بس خد بالك ال i ثابتة فعشان كده ده اللي تناها ال i لو موجودة كنا حطناها direct يبقى كده 1 over 4 يبقى كده بي 2 equal 4 بي 1 elektric current is set up in the coil زيت الماجنيتك flux density of bs format في center when decreasing the electric current intensity اللي ها في ال initial value when increasing the diameter triple keeping number unchanged اللي هيحصله طيب الفلاكس equal mu ni على 2r flux 1 على flux 2 equal n1 على n2 i2 على i1 ليه direct يبقى i1 على i2 sorry و r2 على r1 عشان inverse طيب هو قالك decreasing the current to half يعني i2 بقى half و i1 still بقى 1 number of turns ما تغيرش يبقى النزامة هي مفروض تتشطب و ما نكتبهاش طيب 3 divided half تبقى 6 over 1 نعمل cross multiplication يبقى b equal 1 في b1 على 6 يعني b over 6 opposite figure two straight insulated wire are placed parallel to each other tangent circular coil يعني d في قنون ال wire add radius h wire can electric current i h current produce magnetic flux b كل current بيطلع علينا flux b ها خب بالك وانزا electric current مجننت flux يبقى zero يعني احنا هنا ده يعني ده عامل لي هنا flux b in وده عامل flux هنا b in يعني واتجاههم in 2 b دي اتجاههم ايه اتجاهها in يبقى لازم عشان flux هنا يبقى ب zero الكويل ده يدينا flux ايه flux قاوت يبقى لازم الاتجاه يبقى anti clock وقيمته 2b هو كمان anti clock و 2b تبقى الاجابة الاخيرة واتشوف the following graph present variation of magnetic flux dynasty center of mini coil و radius العلاقه بين flux dynasty و radius inverse بس القانون كله multiplied فهنختار الكيرف مش straight line of the graph present variation of magnetic flux dynasty b which is produced the center of circular coil versus the intensity ومدينا n 350 عايز الديامتر بكام احنا عندنا البي كان equal ni على 2r ونكتب الديامتر طيب ممكن نعوض بالبي 38.4 بس خد بالك دي مضروبة في 10 bar negative 3 يبقى هنعوض بالcurrent بكام 12 يبقى دي 4 by 10 bar negative 7 الان من الهنة 350 والاي قلنا هنعوض عنها 12 واد دي اللي احنا عايزينها هتطلع الدي 13.75 in the opposite figure two metallic semicircle with different radii made of two wires of same cross section area material for resistivity يعني هما نفس resistivity ونفس الarea and applying equal potential difference كمان الفي ثابتة magnetic flux عند الاولاني كانت بيه عند التاني هتطلع بكام نعمل بي 1 على بي 2 البي اصلا كانت ميو in i على 2 r ميو ثابتة والن ثابتة وال2 ثابتة يعني هي i1 على i2 و r2 على r1 الارات معانا r2 ب1 و r1 ب2 طيب طيب اجيب منين يجب منين current 1 على current 2 اجيب هم من الريزيستانس هي كده كده و الريزيستانس يعني r2 على r1 و اجيب منين الار الار كانت اكوى resistivity الانس على الارية الارية ثابتة يعني الانس 2 على الانس 1 اجيب منين الانس الانس كان ان في 2 باي ار الان سابتة وال2 باي سابتين يبقى الانس كان دايركت مع الار يعني ار 2 على ار 1 وار 2 ب1 وار 1 ب2 يبقى هاخد 1 على 2 دي اعوضها هنا مكان اي 1 على اي 2 يبقى كده بقت 1 على 4 احنا عايزين نحسب بي 2 يبقى بي 2 نعمل تبقى 4 بي 1 يبقى اللي جابة 4 انزاوزت فيجر سلينويد اللي انس بتاعه 10 باي سنتيمتر وكونسيستو 500 تيرن متوصل بباتري وريزيستنس سيريز والفلوكس دينستي في نص السلينويد بـ 2.4 في 10.84 تيرمينال دي دا الساوز بول استفدت ايه ما عرفت ان دا الساوز بول يبقى دا النورس بول الفلوكس كده كده من الساوز للنورس جوه ومن النورس للساوز برا بس احنا ما يهمناش برا احنا نشتغل جوه طيب نطبق امبيرات هندرول السبوع دا اتجاه الفلوكس ودول هما اتجاه الكارنت يعني الكارنت يطلع لفوق يعني الكارنت جاي من البي يعني الناحية دي هي البوزيتف بول يبقى اتجاه الكارنت جوهر ريزيستنس من البي وعايز قيمة الكارنت بكم نعوض في قانون السلينويد اللي هو ميو ناي على اللنس هو مدينا دا 2.4 في 10 باور نيجاتف 4 الميو 4 باي في 10 باور نيجاتف 7 الان 500 الكارنت عايزينو واللنس كان مديونا ب10 باي بس ما تنساش اضربه في 10 باور نيجاتف 2 هيطلع ب0.18 يعني 0.12 سوري يعني اول اجابة طيب نحط القانون قدامنا كده على اللنس هو عايز يزود الفلاكس الدبل هل انكريزينج اللنس الدبل لا لان اللنس والفلاكس عكس لو اللنس زاد الدبل الفلاكس يقيل للنص انكريزينج الفي بي تو دبل انا لو زودت الفي بي الدبل كده الكارنت هيزيد الدبل فهي دي طيب لو قللت الان الهوف لو قللت الان الهوف البي تقل الهوف لو زودت الريزيستنس الدبل يبقى الكارنت هيقل والفلاكس هيقل بيرملانت ماجنج ازهانج نيكست توزا كارنت كارينج سوري نويد عايز يعرف مين اللي هيحصل له اتراكشن للسوري نويد طيب ادي نيجاتف وادي بوستف يعني الكارنت الفوق والفلاكس الناحية دي ده ساوس ده نورس نورس جنب نورس يبقى ده هيعمل ربالشن ادي نيجاتف هنا وادي البوستف هنا فالكارنت برضه يطلع فوق يعني ساوس تو نورس يبقى ده هيعمل اتراكشن هنا العكس هنا ده بوزيتف نيجاتف فالكارنت نازل والفلاكس كده ده ساوس ده نورس هنا هيعمل اتراكشن هنا اكيد لأ كارنت طالع نازل من هنا يبقى الفلاكس ده ساوس ده نورس يبقى ده هيعمل ربالشن يبقى طبقى الاجابة اتنين وثلاثة اللي هي اخر اجابة انزوبز اتفجر سلينويد اللينس بتاعه نص متر نمبر افترنس 150 فيه اكسدنا الفلاكس توف تنبور نيجاتف سري واتجاهه ناحية اليمين بيقولك عايز الباتاري متوسلة ما بين بوينس ا و بي الباليو بتاع تاريكتر الكارنت اللي يمشي في السولينويد ويخلي الماجينتك فلاكس دينستي توتال او رزالتانت بزيرو طيب مبدايا عشان يبقى زيرو يبقى احنا لازم نعمل فلاكس جوه السولينويد قدل بيه وعكسه طيب عشان الفلاكس بقى ناحية اليمين يبقى لازم بقى امبرات هندرول الكارنت يبقى الفوق يبقى ناحية بيه هي البوزيتف وناحية ايه هي النيجاتف ده اول حاجة ده لازم التوب فلاكس يبقى اد بعض يعني كده فلاكس سولينويد اد الاكسترنال ودي فور ودي باي تنبور نيجاتف سيفن والان بمية وخمسين ودي الاي واللينس بنص ميتر هتطلع الاجابة خمسة بوينت تلاتة يعني واحدة من دول بس احنا قالين ان بيه هي البوزيتف وايه هي نيجاتف يبقى اخر اجابة نمسك رسمة رسمة هنا الكارنت الفوق يعني الفلاكس شمال بتاع السلينويد بس ده عمل هنا ان وهنا قوت فاحنا عندنا هنا فلاكس ان وفلاكس شمال يبقى هنعمل باي ساجرس ومش هيبقى ولا ان ولا شمال هيبقى في النص ما بينهم فدي مش الاجابة ده الكارنت هيبقى نازل فالفلاكس كده وبرده هنا عمل ان فهما الاتنين بربندكرار هنعمل باي ساجرس والاجابة ولا هتبقى يمين ولا هتبقى ان هتبقى ما بينهم هنا نازل لتحت يعني الفلاكس بتاع السلينويد شمال وهنا ان هنا قوت فبرضه هنعمل بايساجرس والاجابة ولا هتبقى قاوت ولا هتبقى يمين هنا الكرنت الفوق فالفلاكس شمال والواير ده هنرسم سيركل حواليه بتمر في C الواير ده إن فهيعمل الفلاكس انتي كلوك لا هيعمل كلوك والتانجنت بتاعها يبقى في نفس اتجاه الفلاكس بتاع السيلينويد يبقى هي اخر اجابة من ديانة 2 فلاكس ناحية الليفت ننزل بزة فيجر سيلينويد كاري إلكتر الكرنت ومدينا فلاكس بتوف تيمبو نيجتيف سيكس في السنتر وفي ستريت واير بلسد بالبندكرر أباف زا بيج والواير ده في كرنت الكرنت عامل الدينستي فور في تيمبو نيجتيف سيكس هنعمل الفلاكس التوتر ازاي احنا عندنا هنا الكرنت التحت فلعملنا الكرنت التحت هنلاقي الفلاكس ناحية اليمين زي ما متعودين وهنيجي هنا نرسم سيركل حوالين الواير الواير ده يعني كلوك فالفلاكس بتاعته ملاحية الشمال يبقى احنا هنعمل التو فلاكس دول مينس بعد ففور في تيمبو نيجتيف سيكس مينس توف تيمبو نيجتيف سيكس هتطلع لك توف تيمبو نيجتيف سيكس اوبزت فجر ومدينا ماينتك فلاكس دينيس بتاعته وفيه ستريت واير محطوط جنبه ومدينا ماينتك فلاكس دينيس بتاعته وعايز النيت عند نقطة اكس احنا قايلين ان الفلاكس ده هيبقى ايمين والفلاكس هنا هيبقى اين فالتنين بربندكرة على بعض فهنعمل الفلاكس التوتال بايساجرس ده باورتول واحده وده باورتول واحده يعني ايت في تيمبو نيجتيف سيكس بين كسين باورتو وسيكس في تيم باور سيكس باورتول واحده فالاجابه هتطلع تيم باور نيجتيف فايف اوبزت فيجر سلينويد كاري إلكتر الكارن اذا تجينريت ماجينتك فلاكس دينيس تي بي في السنتر يبقى ده الفلاكس بتاع السلينويد قالك بقى بسايد فيه ستريت واير بربندكرة على البلين كاري إلكتر الكارن برضه عامل بي في الميدل عايز التوتل الكارن تنازل لتحت يعني فلاكس السلينويد ناحية اليمين وهنا هنعمل سيركل حوالين الواير بتعدي في النقطة دي الواير الكارن بتاعه يعني الفلاكس تنجنت بتاعه هنا لتحت فاحنا عندنا الفلاكسين بربندكرة على بعض فهنعمل بي باورتو بلاس بي باورتو يعني روت تو بي باورتو والبي تخرج من غير باورتو يبقى روت تو بي سلينويد اللينس بتاعه 20 سنتي لقى 0.2 متر التيرنس بتاعته 50 كاري إلكتر الكارن تلاتة محتوط جوا كويل الان بتاع الكويل بعشرة الرادياس بتاع الكويل 0.1 متر والاي بتاعته بواحد ونص عايز النت فلاكس في النص بكام الكارن بتاع السلينويد لتحت يعني الفلاكس شمال والكارن بتاع الرنج او الكويل ده لفوق يعني فلاكس بتاعه مين يعني احنا هنعملهم ماينس طيب نعمل بي كويل ماينس بي سلينويد ومش فرق معانا يعني لو تلات بوست بواتلات نيجاتف مش هتفرق بي كويل اللي هي هتبقى 2 باي في تين بور نيجاتف سيبن ونركز الكويل الان بتاعته بعشرة الكارن بتاعه بواحد ونص على الار بتاعه اللي هو 0.1 ماينس السلينويد فور باي في تين بور نيجاتف سيبن في الان بخمسين في الاي بتلاتة على اللينس 0.2 هتطلع تمانية ونص في تين بور نيجاتف فور اخر اجابة تو سلينويد اكس ان واي سيم لينس ونمبر اف تيرنز معمولين من كابر وايرز اف ديفراند كروس سيكشن اريا يعني نفس الريزيستيفيتي ونفس التيرنز ونفس اللينس بس الاريا مختلفة متوصلين بتو سورسز اف اكوال ايم اف يعني حتى الفي سابت وملهاش انتنر ريزيستنس الرش ومبين المغينياتك فلاكس اكس على واي فور افر ون عايز مين من دول صح مدينا مرة كروس سيكشن اكس ماله بالنسبة الواي ومرة ريزيستنس اكس مالها بالنسبة الواي قانون الفلاكس بتاع السلينويد ميو ان اي على اللينس هو قال لي ان هما سيم لينس وسيم نمبر اف تيرنز واكيد براملتي سابتة يعني بي اكس على بي واي اللي هم الدهنة هي ديركت مع current اي اكس على اي واي اكوال فور افر ون طيب الكارنت كده كده انفرز مع الار وخبالك الفي هم الدهنة برضو ايه سابتة طيب الكارنت انفرز مع الار يعني ده ار واي على ار اكس اكوال اربعة على واحد يعني ممكن نعمل كروس نتبليكيشن اللي هي ار واي اكوال اربعة ار اكس هل دي موجودة في الاجابات اه موجود ان اكس فور طايمز من واي لا احنا عندنا هنا العكس وموجود الاجابة دي بتقولك ان اكس دابل واي احنا مش عندنا دابل يبقى هي ولا سي ولا دي يبقى انا لازم احول الريزيستانس دي لايه لاريا عشان نشوف هي اكس دابل واي ولا فور طايم واي احنا وصلنا ان ار واي على ار اكس بفور افر ون طب الريزيستانس دي رزيستيفتي لينس على اريا وهو اللينس سابت ونفس الماتريا نفس الريزيستيفتي يبقى الار انفرز مع الاي يبقى اي اكس على اي واي نعم كروس نبليكيشن برضو هنلاقي ان اي اكس فور تايمز من اي واي اللي هي الاجابة بي عايز ان عند نقطة اكس اتجاهه فين طيب هنيجي في اول واحد اللي هو على الشمال هنلاقي الكرن تلافف كده هنعمل امبرات هند الاربع صابع دول في اتجاه الاي هنلاقي ان الفلكس التحت الجوة داون ورد بس express love fall みبأ عكسه يعني الفلكس برا هيبقي طالع لو فوق طيب نيجي هنا هنلاقي ان current ماشي يمين يعني هنعمل الاربع صابع دول يمين هنلاقي ان الفلكس طالع لفوق من جوة بس نازل تحت من بره في الناحيتين الكلام ده موجود طيب دلوقتي احنا عندنا هنا فلاكس الفوق وعندنا بسبب ده فيه فلاكس التحت ده اي وده تو اي يبقى اكيد الفلاكس اللي هو جاي من تحت هو اللي هيكسب يعني الاتجاه هيبقى ابورد توصل لنويد هز ايدنتيكال شيب يعني نفس ونفس الاريا ونفس النمبر افترنز بس الاولاني معمول من الكبر والتاني معمول من الالومينوم اكيد بي وان ده بتاع الاولاني اللي هو الكبر وبيتو ده بتاع التاني اللي هو الالومينوم وبيقول لك ان بتاعت الكبر اهل من الالومينوم ودي معلومة مفروض حضرتك تبقى عارفها مفروض ما هيديها لكش. طيب عايز انهي بي اكبر. هي البي بتاع السولينويد ميو ان اي على الانز. هو قال لك نفس الان ونفس الان ونفس الان ونفس يعني مع الكارنت. طيب وكارنت في على ار مع الار. وكده كده الريزستانس دايركت مع الريزستافتي فاللي عنده كبيرة الى الومينوم عنده كبيرة واللي عنده كبيره عنده كارنت صغير والعنده كارنت صغير عنده صغيرة سوري اه اه فلاكس صغيره يبقى الالمينوم الفلاكس بتاعه اصغر يعني بي وان اكبر من بي تو بي كبر اكبر من بي الومينوم سيركلر كويل الدامتر بتاعه او 12 سنتيمتر يعني الريدياس هيبقى 6 سنتيمتر لهو 0.06 متر فيه الريكتر كارنط انتنس تي اي وماجنيتك فيلد في السنتر بتاعه واسمه بي الكويل تيرنز موف داوي عشان يكون لي كويل يتحول السلينويد مشي فيه سيم كارنط وادانا او بروديوز ماجنيتك فلاكس ساعتها بقى 2 اوفر 5 بي اما يحول كويل السلينويد او سلينويد لكويل هيبقى بي كويل على بي سلينويد هنا لنس السلينويد وهنا تو ريدياس بتاع الكويل طيب بي كويل اللي هم ادهنا بي وبي سلينويد 2 اوفر 5 بي هو عايز لنس السلينويد بكم ومدينا الريدياس بزيرو بوينت زيرو سيكس وكنت ممكن اشيل تو ريدياس دي وكتبت داوي متر على طول بزيرو بوينت تولف هي هي البي طبعا هتروح مع البي يعني هيبقى وانا على تو اوفر 5 اكويل لنس السلينويد على زيرو بوينت تولف هتطلع الاجابة زيرو بوينت سري متر اللي هي تلاتين سنتي واحد يقول لي انا من الاول خلص مفروض ما كنتش حول هقول لها باشا ما تحولش واسبها زي ما هي اتناشر سنتي كان هيطلع لك لنس السلينويد تلاتين سنتي وخلاص انزوزت سيركيت سلينويد كونكتب بفاريابل ريزيستنس ار اس الباتري ملهاش انتنى ريزيستنس افزا ريزيستنس ار اس انكريزد الماجنيتيود بتاع مغنيتك فيلد ايه لا يحصل له طب ما هي الار اس ما تزيد ده معنا ان الكارنت المين هيقل والفلاكس دايريكت مع الكارنت يعني الفلاكس هو كمان هيقل توكو اكسيال اند كونسنتريك سلينويد اكوال لنسز سلينويد ايه في متين ترن وكاري اتنين امبير كارنت سلينويد بي عنده خمسمائة ترن والكارنت انتنستي في بي تعمل او تخلي الفلاكس بتاع الاتنين يفانش في الكومن تبقى كامل طالما عايز الفلاكس تنستي يفانش يبقى الاتنين لازم يبقى عكس بعض كفلاكس كاتجاه واكوال بعض يعني فلاكس اي يبقى قد فلاكس بي طيب ادي ميو ان اي على ال ال وادي ميو ان اي على ال ال هو قال ان هما اكوال لنس والبرميبيلتي اكيد ثابتة نمبر فترنس الاولاني متين والكارنت باتنين نمبر فترنس للتاني خمسمائة شفت كالكي نحسب الكارنت هيطلع بزيرو بوينت ايت عايز نمبر فترنس بر اتش ميتر اللي هي ان سمول طيب معانا الفلاكس بس بس ما تنساش الدربة في 10.4 ومعانا الكارنت 20 امبير وعايزين الان طب ما هو القانون بيقولك البرميبيلتي ان اي يعني ال 13.2 في 10.4 equal 4 by 10.7 دي كلها برميبيلتي ان سمول دي اللي احنا منها والكارنت بعشرين شفت كالك هتطلع لك 52.5 اوزة فيجر شو سلينويد اف نجليجابل رزيستنس اه كونيكتد ان الكتريك سيركيت ويتش وزا فولون جراف البرازنت فارييشن اف مانيتك فلاكس ازا سنتر في سلينويد مع الار اس كلما الار اس يزيد الكارنت المين هيقل فالفلاكس هو كمان هيقل يعني العلاقة بينهم هتبقى انفرز وانفرز كيرف مش عشان القانون كله مالتوبلاي ودفايدد تو سلينويد اكس واي هاس سيم نمبر اف تيرنز كاري دايريكت ايلكتر الكارنت هاس شون انزا فيجر دا عنده اي وده عنده تو اي وده عنده تو اي بتاع كل واحد فيهم وده عنده تو ال وده عنده ال طيب نحسب راشيو نعمل بي اكس على بي واي هيبقى عندهم نفس البرميبليتي وهو قال سيم نمبر اف تيرنز ومختلفين في الكارنت وكارنت دا دايريكت يعني اي اكس على اي واي واللنس انفرز يعني لنس واي على لنس اكس كارنت اكس قلنا بوان اي كارنت واي قلنا بو اي لنس واي بو لنس اكس بوان يعني راشيو هتبقى وان تو وان يعني الفلوكسين اد بعض سولينويد اللنس بتاعه ال كونكتب بباتاري اف نجليجابل رزيستنس وان كورتر السولينويد لنس اسكاتوف والريمينينج بارت تتوصل بنفس الباتاري قلنا لازم ناخد بالنا في السؤال دا انهم توصل بنفس الباتاري او لا عشان ترمى نفس الباتاري يبقى نفس الكارنت عايز الماجينتك فلد بتاع السولينويد اا زاد ولا قل قلنا فلوكس وان على فلوكس تو اللي هي الحالة اللي هي الحالة التانية في الحالة اللي زي دي هتبقى انفرز معه اللنس وبس يعني اللي تو وان هو قالك هو وان كورتر الربع كاتوف ووصلوا بالباقي الباقي دا اللي هو تلات تربع طيب يبقى بي تو اكوال واحد بي وان عالتلات تربع تحت اللي تحت اطلع فوق فاتلاها اربعة لتلاتة بي وان اربعة لتلاتة دي اللي هي وان بوين سري ري 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 هات كتير كده بي وان دا معناها ان هو زاد ما قلش وزاد بقى دي زاد بنسبة تلاتة وتلاتين بوينت سري يونيفورم كويلد سولينويد اللي انسب بتاعه ال number of turns in cut into two part x و y اللي انسب بتاعهم ال و four l اتشوف زيم connect between same potential difference الاتنين متوصلوا نفس البطارية وعايز ratio flux على flux هو بيقول لحضرتك الاولاني ال والتاني four l يعني دا لو عنده n دا هيبقى four n برضه والاتنين متوصلين بنفس البطاري يعني الاتنين نفس ال current اقول لك لا ال current مختلف عشان resistance مختلفة عشان lense مختلف طب تعال يا عم واحدة واحدة بي اكس على بي واي اللي هو عايزها equal nx على n y i x على i y lense y على lense x nx اللي هو الاولاني دا x والتاني دا y بوان وده four lense y بفور وده بوان عشان كده التأثير بتاع ال n وال l بيروحوا مع بعض زي ما عملنا في السؤال اللي قبل قبله طيب اجيب من اين i x على i y هي الفي سابتة بس ال r موجودة لان اللنس مختلف زي ما قلنا طيب ال i وال r عكس بعض بس ال r واللنس زي بعض اللنس y باربعة وده بواحد اتعوض بده هنا فوق يبقى اربعة لواحد يبقى ده نفس السؤال اللي احنا كنا عملنا فوق اما قلتلك ان في الاخر ال b على b هي كانت انفرز مع ال l وخلاص يبقى السؤال ده زي السؤال ده كنا وفروض نختصره على طول b1 على b2 او bx على b y lense y على lense x انزلتوا الوائر الديامتر بتاعه او 0.4 سنتيمتر كولد اراويند ايرن رود مايانتك في بتاعته ترنزوا في الوائر ار تانجنت واما الترنز تبقى تانجنت يبقى ده معنى lense السلينويد هو n في الديامتر بتاع الوائر ومديني اكتر الكلم تبقى سري امبير وعايز المجنيتك فلوكس طيب المجنيتك فلوكس اتبقى ميو n i على lense قلنا هنشيل ال lense ونحط n في الديامتر بتاع الوائر فالن تروح مع ال n يبقى دي فور باي اقولك لا اسحى كده هوا مدينك بتو في تين بور نيجاتف سري والكارنت في تلاتة والديامتر جاهز بزيرو بوينت فور بس اضرابه في تين بور نيجاتف تو عشان يتحول ايه عشان يتحول ميتر ده هيطلع لك الاجابة وان بوينت فايف اللي هي اخر اجابة فورسة افكتين كارنت كارينج واير ستريت واير ويش بربنديكولر اه توزا بلينة في زابيج كاري الكتر كارنت عشر امبير داييركشن انتو زابيج الواير بليزد في مجنيتك فلوكس دينستي تو تايم تم بانيكتب فايف وبربنديكولر اوتو في زابيج عايز المجنيتك فورس احنا قلنا مجنيتك فورس دي بتبقى ماكسمم اما يبقى الواير بربنديكولر على فلوكس وبتبقى زيرو اما يبقى بررر لبعض وهم هنا بررر لبعض واحد اين واحد اوت وبزاة فيجاة ربريزنت واير بي كيو free to move الواير ده محتوط في البلينة في زابيج محتوط كاينه على الورقة فيه الكتر الكارنت اي داييركت تو زا ليفت زي من الرسمة كده موضحة وقال لك which of the following choice shows the direction of motion وميديك ناحية بي لوحدها وناحية كيو لوحدها حاجك ساعتها تستخدم filming left hand rule اللي هو الصباح ده هو الفورس وده الفلوكس ودول الكارنت فورس فلوكس كارنت ف بي اي طيب لو جينا ناحية الشمال ناحية البي تلاقي الفلوكس اوت يعني صباحك يبقى خارج من السكرين والكرنت ناحية الشمال اتلاقي الفورس لفوق وهنا العكس صباحك يبقى داخل جول سكرين والكرنت شمال فهتلاقي الفورس تحت فاكن الواير ده ممكن يروتيت معاك لو ده كان موجود في الاوبشن يعني احنا هنختار اجابة سي اول حاجة هو مدينا الوايد باف والويد ده كده كده بيأثر لتحت طيب ومدينا الفورس بتوقف نشوف اتجاهها فين طبعا هتعمل برضو فيلم انجريفت هندرول الفلوكس اوت والكرنت يمين فهتلاقي ان الفورس اللي بيتأثر بيها لتحت اللي هي تو اف يبقى تو فورس في سيم داركشن هنعمل لهم بلص تبقى الاجابة سري اف which of the following cases wire not affected by magnetic force اما يبقى الواير برالل المغنيتك فلوكس فيين الواير برالل المغنيتك فلوكس في سي which of the following figure represent correctly direction of the initiated magnetic force وانزا ستريت وير لما current i يمشي بربندكرار في مغنيتك فلوكس بي السؤال زي ده هو جاي تطبيق مباشر على filming lift hand rule فايدك معلش هتتعب معانا شوية هتلاقي ان هنا flux in والcurrent يمين الفورس الفوق فيبقى ده غلط هنا flux out والcurrent يمين هتلاقي الفورس التحت فده غلط هنا current out هنا current out يعني التلس وابع بتوعك يبقى خارجين من ال screen وصباعك الطويل ده ماشي مع flux هتلاقي ان الفورس اللي فوق يبقى ده كمان غلط هنا current in والفلوكس شمال هتلاقي الفورس الفوق فدي اللي صح عايز يعرف ما بين الفورس الاولاني بي في ال بصعلك تلاتة يبقى التالتة هي اكبر واحدة بعدها التانية بعدها الاولى اللي هو اختيار كورس 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 هو مقفول يعني الكارنت جاي ماشي كده كده وماشي في السيرك الفادي مش ماشي في رزيستنس فانا لو فتحته انا لو فتحت السويتش ده يبقى كده الكارنت هيمشي في الار دي يبقى انا زودت الار يبقى الاي قلت وهو ده الاوبشن اللي احنا عايزينه. كل ما رزيستنس يزيد الكارنت هايقل ومما الكارنت يقل الفورس هتقل يعني سي. اوبزيست فيجر شو ستاتيك سلندر متالك رود اللينز بتاعه عشرين صمتي. الاكتريكا رزيستنس تو اوم والماس رواميك جرام. رود كان رول اوفر تو كابر ريل. اف نجليجيبو رزيستنس. سروبر من ديكرا مينياتيك فلد زيرو بوينت تون. الباتاري. الاكتري موتي فورس بتاعيتها ستة ومعندهاش انتيني رزيستنس. what will be the acceleration of the road at the beginning of its motion. عايز الاكسلريشن معانا الماس يبقى لازم نحسب الفورس. بس خد بالك الماس ده لازم نعمله تايم تم بار نيجاتيف سري يبقى زيرو بوينت فور كيلو جرام. واللينز ده هنعمله تايم بار نيجاتيف تو يبقى زيرو بوينت تو متر. الفورس اكوال بي اي اي ال. الفلكس بزيرو بوينت ون. واللينز قلنا زيرو بوينت تو. نحسب الكارنت منين نحسب الكارنت في بي على ار بلاس ار بس هي ما فيش ار انترنل. فتبقى في بي بي بستة. على ال ار باتنين يبقى الكارنت بتلاتة. نعوض هنا بتلاتة يبقى الفورس بزيرو بوينت زيرو سكس وقلنا الفورس ده اكوال ام اي يعني زيرو بوينت زيرو سكس اكوال زيرو بوينت فور ده الماس في الاكسليريشن. يطلع الاكسليريشن زيرو بوينت ففتين متر بر ساكند سكوير. طولونج بارال الواير سيباريتد بديستنس دي كاري اكوال كارنت اف انتنستي 2 امبير. سام دايريكشن. ميوتشال فورس بريونت لينز فورت امتن بوينت فايف في نيوتون بر ميتر. فهو حتى دي تعرفك ان هي بريونت لينز. وعايز الدستنس بكام? طب قانون ميوتشال فورس اكوال توف تين بار نيجاتف سيفن اي وان اي تو. بس هنا اي بار تو عشان نفس الكارنت ودي ال ودي دي. هو عايز فورس بريونت لينز يعني كاني هوادي اللينز ده اللحة التانية بالدفايدد. يبقى توف تين بار نيجاتف سيفن الكارنت بار تو ودي المسافة كل ده نعمله اكوال فورف تين بار نيجاتف فايف هتطلع المسافة زيرو بوينت زيرو تو بس ده بالمتر اللي هو اتنين سنتي طب احنا عندنا هنا الاتنين عكس بعض يعني مفروض بس مفروض تو فورس قد بعض نفس الكلام هنا اصلا اتجاه الفورس غلط ومش اكوال بعض احنا المسافة الفورس لازم الفورس اكوال الفورس مهما ان كان كارنت بكامه طيب هنا هما الاتنين اوبيزت يبقى ريبالشان فورس والف قد الاف هنا هما اوبيزت ما بيعملوش اتراكشن فورس فدي كمان غلط يبقى الاجابة سي تو برا الواير خمسة صمتي كومن لينس ما بينهم عشرين متر الكارنت انتين ستي عشر امبير وهم في سيم دايركشن سيم دايركشن يبقى هيعمل اتراكشن فورس يبقى ولا دي ولا ايه عايز المجنيتود بتاع الفورس دي طب الفورس تو فتن بار نيجاتف سيفن التو كارنس قد بعض يبقى تن بار تو اللينس اي عشرين متر والديستانس زيرو بوينت زيرو فايف كأنها كده تحولت متر تطلع الفورس ايد في تن بار نيجاتف سري وقلنا اتراكشن يعني الاجابة بي اوبزت فيجر بريزن تو ستريت برر الواير وان ان تو سيم فيرتكال بلين واير وان اه فكسد هوريزونتالي كاري الكتر الكارنت ففتين والمسافة خمسة صمتي للتاني الهنجد هنجد ده يعني ممكن يتحرك تحت او فوق حسب الفورس اللي عليه كان بيموف ده بنداون الماس بتاع وان متر منه زيرو بوينت تولف جرام طبعا زيرو بوينت تولف جرام هتتحول وما تنساش ان هو بتاع وان متر عايز اي توب كام اللي هتخلي واير تو هولد ايت فروم فولنج واير تو الويت بيشده لتحت بس فيه فورس الفوق اللي هي الاتراكشن فورس لان الاتنين كارنت في سيم داريكشن طيب ده معناه ان الفورس اكوال الويت والفورس تو في تن بار نيجاتف سيفن في اي وان اللي هي بخمستاشر اي تو اللي احنا عايزينها واللينس قال ان هو بواحد متر على المسافة بينهم مسافة خمسة سنتي يعني زيرو بوينت زيرو فايف والماس زيرو بوينت تولف جرام يعني تضرب في تن باور نيجاتف سري والجيم ده انا بتن شفت كلك تطلع اي تو بعشرين امبير ستريت واير اكس كاري كارنت خمسين امبير بلسد هوريزونتل ان اير ساتش زاد بيكم فري تو موف فريكالي اه موف فريكالي بارالي لتو زا واير واي يبقى اكس هو اللي بيتحرك ابن داون براحته هو الفري واير واي ده بيقولك في تمانين امبير والمسافة بينهم سيكس بوينت فور سنتيميتر ما تنساش تضربها في تمبور نيجاتف تو نيت فورس افكتد اكس بزيرو يعني كده الويت اللي بيشده لتحت قد الفورس اللي فوق هو عايز الماز بتاع اليونت الانسب كامل ده زي السؤال اللي فات اللي هو هنسوي الفورس اللي هي تو في تمبور نيجاتف سيفن اي وان اي تو ال على دي هنسوي بالام جي طبعا انت ممكن تاخد اللنس وتحطه هنا عشان يبقى ماز بريونت لنس وناس تانية تقول لا انا احط اللنس بوان ميتر وخراسة هي هي نعوض تو في تمبور نيجاتف سيفن الكارنت الاولاني خمسين امبير والتاني تمانين والديستنس اللي ما بينهم قلنا سيكس بوينت فور في تمبور نيجاتف تو ودي اما على ال اللي هتحطهاها كالكويتر كأنها اكس واحدة والجي مدها لك بتن هتطلع الاجابة واحد على تمنمية كيلو جرام بير ميتر ايه لا يحصل للموتشال فورس الفورس اكوان ميو اي وان اي تو ال على تو باي دي فهو بيقول لك الكارنت قل النص يعني الفورس هتقل هي كمان النص والمسافة زادت الضبل بس مسافة انفرز فده هيقل النص كمان يعني اكينه قل الربع فحضرتك هتجي تدرب النص والنص في 0.04 هتطلع لك 0.01 ممكن تعملها ريشيو وهتلاقي نفس النتيجة تطلع لك ما بين المجنيتود بتاع ميو ايش الفورس ما بين 2 ويرز والمسافة اللي بينهم كل ما المسافة هتزيد الفورس هتقل طيب C ولا D لا دي عشان القانون كله ملتبلاي ودفايدل مفوش بلص ومينص اوزت جراف بريزن زا فريشن في موشن ماجنيتك فورس بتوين زا تو لنج واير بير يونت لنز رسبيكت تو الريسيبروكل بتاع الديستنس او زا تو واير زي كاري سيم الكتري كارنت انتنستي عايز كارنت انتنستي دي بكام طب القانون بتاعنا دلوقتي هيبقى ميو اي بار تو على في ال ال على توب اي دي او اللي هو بالاختصار هيبقى تو في تين بار نيجتيف سيفن اي بار تو في لنز على دي بس طيب نجيب اللنز الناحية التانية بالدفايدل ونشيل الفورس في اللنز دي ونحط نين بس ما تنساش ان هي مضروبة في تين بار نيجتيف فايف هو دي تو في تين بار نيجتيف سيفن ونده اكس بار تو وعندك هنا الديستنس ثلاثين بس دي واحد على ديستنس ثلاثين يبقى نعمل واحد على ثلاثين هنا شفت كالك هتطلع اخر اجابة انزاو بزيت فيجر ريشيو ما بين النيت ماجنيتك فورس افكتنج وان ميتر وفي زوائر اكس تزاد افكتنج زد بكام نجيب اف اكس ازاي الفلاكس الكسترنال اللي بيأثر على اكسي في الكارنت بتاعها والنس بتاعها وزد هيقى برضو الفلاكس الاكسترنال اللي بيأثر عليه في الكارنت بتاعه واللنس بتاعه اما نعمل ريشيو اللي ينسي واحد طيب current x باربعة و current y زد بتلاتة يبقى نريسنا الفلاكس اللي بيأثر على x طيب كياني عايز احسب الفلاكس عند النقطة دي بكام 2 wires دول في same direction في النص يبقى كأننا هنعمل i على d plus 3i على 2d يعني كياننا هنعمل 1 plus 3 over 2 اتطلع 2 over 5i على d طيب نمسح الكلام ده كله عايزين دولة الفلاكس اللي بيأثر على زد فبردو دول في same direction برا مينس وجوه plus يبقى هنعمل 4i على 2 دي plus كام plus i على d يعني كياننا بنعمل 2 plus 1 هتبقى 3i على d ناخد هنا 2.5 وناخد 3 عشان نعمل ratio تطلع لنا ratio 10 على 9 انزوزت انزوزت فيجرز رسري long wires which of them not affected by magnetic force عشان ما يبقاش بيتقصى magnetic force يا current بزيرو يا الفلاكس اللي هو محتوط فيه بزيرو يعني محتوط في neutral point فتلاقي di i على d ودي 2i على 2d يبقى النقطة دي هي neutral point لx وz يعني wire y ما بيتقصرش بفرس opposite figure three straight parallel wire one two three are positioned in the plane of the bridge edge of them carry electric current i direction بتعنيت magnetic force اللي بتأثر على three wires directed parallel to the plane of the bridge لانهي اتجاه هو كده عايز نستخدم فيلم انجليفت هندرول عشان نجيب اتجاه الفرس طيب wire one current الفوق بس عايزين نعرف الفلاكس فين ده هنا اين قوت ده هنا اين قوت فالفلاكس اللي موجود او اللي عاملو ال two wires دول هنا قوت يبقى اعمل حياك ايدك الشمال الفلاكس قوت والcurrent الفوق اتلاقي الفرس ناحية اليمين يبقى اول واحد هنختاره نمسح ده التاني current بتاعه الفوق وهنا اين قوت هنا اين قوت بس انهي اكبر ال quarantine قد بعض ده المسافة دي وده المسافة كل ما المسافة زادت الفلاكس يعني مش هيتقصر بفلاكس ده هو هيتقصر بفلاكس ده هيبقى برضو قوت هيقى برضو ناحية اليمين يبقى هي بيانت ان هي دي طب تعالوا نتأكد كده من ده to the lift ده بيتقصر بفلاكس هنا in وفلاكس هنا in برضو اعمل بقى اصباعك in والcurrent الفوق فهتلاقيه فعلا to the lift اعمل بقى اعمل بقى نزود بتاعه. احنا هنا عندنا اي ان قوت وهنا اي ان قوت وهنا مسافة دي وهنا مسافة دي. نقول تاني كل ما مسافة زادت الفلاكس يقل. فكده ما ليش ضعب الفلاكس ده. الفلاكس ده هنا ان. ده اول حاجة. طيب ولو عايز احسيبه رفلي مش عايز احسيبه الاركام. هنعمل اي على دي. اللي هو بتاع وار اكس. عشان دول في نفس الاتجاه يبقى بينهم مينس. مينس كام مينس اي على كاني بعمل مينس هاف. هيطلع لي هاف اي دي. ده الحالة الاولى. طب هنخلي ده سري اي. امسح ده كله كده. هنخلي ده سري اي. يعني هنا سوري زد هو اللي هنخلي سري اي. هنا اين قوت وهنا اين قوت. ساعتها هيبقى سري اي على تو دي. واي على دي. ساعتها هيبقى سري اي على تو دي. وي اي على دي. وبرضو مينس عشان في سين ديريكشن. طالت على اتنين مينس واحد هتطلع برضو هاف اي دي. يبقى كماجنيتود هو ما تغيرش. بس اللي تغير الديريكشن ان بقى دال الاقوى فهنا بقى قوت بدل ما هو ان. يبقى كماجنيتود هو ما تغيرش بس كديريكشن هو اتعكس. اكويل اس بليس دينيون في المانياتك فيلد كل الصور ناحية اليمين. التورك ماكسمم في اي حالة التورك ماكسمم في الباراليل التورك ماكسمم اما يبقى كويل باراليل الفلكس. وكل ما يقرب البارل بربندكلر التورك يقل الله يعني ده كده اقل تورك موجود. وهنا الانجل دي ستين زي دي. يعني التورك اللي في الصورة بي زي التورك اللي في صورة سي. ده فلاكس بي ده سري بي ده تو بي. عايز ارتبهم حسب التورك. طب الترك كان بيان هما بيقول ان هما نفس الاريا ونفس الترنز ونفس الاي يبقى الفكرة في البي والفكرة في حاجة تاني الانجل بكام سين ولا كوزين طيب السورة الاولانية اه هو باراليل ولا بربندكرر على الفلد لا باراليل يعني ماكسموم يعني هو بيان التانية مبدئيا هي سري بي اي اي ان بس القصة هنعمل سين ولا كوزين اما يدينا الانجل ما بين الكويل والفلكس هنعملها كوزين او نعمل سين التلاتين هي هي كوزين ستين هي هي سين التلاتين بهاف هاف تلاتة بواحد ونص يبقى ده واحد ونص بيان التالتة ده الفلكس اوت والكويل اه هو زي ما انت شايفه قدامك يعني دول بربندكرر على بعض يعني هنا تركب زيرو يبقى تو اكبر من ون اكبر من سري اللي جابه بي اوبزة فيجر شو متاليك رينج زي تسبليز لنا فورم او فا واير الريزيستنس بتاعته زيرو بوينت ستاشر اوم تفورما سيركل وفيها جاب اي بي والرينج دي محتوطة في ميانتك فلكس دينستي بزيرو بوينت فايف تسلا دايريكتد برانيل تو زابلينو زا رينج لما باتري عشرين فولت تتحط ومن هاش انتن الريزيستنس ما بين نقطة او بي الرينج هتتأثر بتركب كام طيب الترك بيان البيمي دهنة بهاف عايزين نحسب الاي الاي في بي على ار الفي بي مدهنة بعشرين والريزيستنس زيرو بوينت ستاشر والايريا عايزين نحسبها هو مدينا الريدياس يبقى هنعمل باي الهاتين وعشرين على سبعة فقار سكوير خد بالك ريدياس تلاتين سانتيان حوله زيرو بوينت سري وعمله سكوير والن بواحد ده هيطلع لك اللي جابها سيفنتين بوينت سيفن ابروكسيمتلي يعني ده في اتجاه وكمتو اي وده في الاتجاه العكسي وكمتو اي عايز الفريم بقى ده هيتحرك او هيروتايت ولا مش هيروتايت طيب ده هيعمل فلاكس اين هنا قوت هنا اين قوت يبقى الاتنين عاملين فلاكس اين طيب يبقى كده الكويل ده محطوط في فلاكس بربندكولر عليه طيب اما الفلاكس بربندكولر عالكويل يبقى التوركي بكما معلم يبقى التوركي بزيرو يبقى هو مش هيأفكت باي تورك ريكتانجولر كويل كاري إليكتر كارنت بليز دي الماجنيتك فلاكس وان بوينت تو تسلا زا كويل افكت باي ماجنيتك دايبو المومنت خمسين امبير ميتر سكوير دايبو المومنت ده اللي هو اين وقال لك الكويل ده انكلايند بانجل سكستي على الفلد وعايز التوركي بكام ايدي الفلاكس وايدي الكويل بيقول لك ان الانجل ما بينهم دي بسكستي والانجل دي بنعمل لها كوزين في التورك او ان حضرتك هتجيب الانجل دي بتلاتين وتعمل لها صين دي هتبقى الانجل ما بين الكويل والبربندكولر عالفلاكس يا كوزين ستين يا صين تلاتين يبقى تجي تقول ان التورك بايام البيئة هي وايان كلها اللي هي ده بالمومنت خمسين في كوزين ستين يطلع بتلاتين نيوتن ميتر وبزا تفجر بريزنت ركتانجلر فريم زا تكاري الكتريك كارنط وايل بينج آآ آآ انزبلين وفا بيج بررل تو الماغنيتك فلد بررل يعني كده تركي ماكسمم عايز بتاع الضيب المومنت ازاي الضيب المومنت كنا نعمله بامبير رايت هاند رول يعني حضرتك هتيجي تعمل كأنه كويل وانت عايز اتجاه الفلكس فيه فهتلاقي الكارنط هنا يعني معنى كده ان الفلكس هيبقى ان يبقى ديب المومنت هو كمان هيبقى برربن ديكلور انتو زا بيج كويل بليزد في يونيفو ميتك فلد الدينيس بتاع توبيه ووير اتسبلين اسبرل توزا فلد يعني كده ماكسمم ترك عايز يعرف او الترك هيبقى بكام لو ماجنيتك فلد سترينس بقى اكبر من بي وبرده ستيل زي ما هو بررلل وفي نفس الكارنط تما هو الترك بيان اكيدا ما يبقى الفلكس بي ويزيد يبقى اكبر من بي ويبقى اكيد الترك هيزيد بقى اكتر متاو توريك تانجرال كويل اي بي هاف سيم اريا سيم نومبر افترنز كاري الايكتر الكارنط وان تو تو والبينج ان يونيفو ميتك فلد ساتش ذات البلين عامل انجل سيتا مع الفلد الرشيو بتوين الترك اللي افكتد بيهم بكامل الترك بيان وهو قفل هالك قالك هو سيم اريا وسيم نومبر افترنز وسيم فلد وسيم انجل يعني حتى الانجل تستخدمها هي هي نفس الكوزايم يبقى الرشيو بتاع الكارنط هي الرشيو بتاعت الترك تفضل وان اوفر تو واير اللينس بتاعه ستاشر سنتيمتر بنته تفورم وان تيرن سكوير كويل ريشيبد عشان اكون كويل تاني بس من اتنين تيرن الكارنط هو هو الماجنيتك دايب المومنت في الفرست كيس هيبقى ماله بالنسبة للسكند كيس عايز دايب المومنت وان على دايب المومنت تو يعني ايان وان وايان تو كارنط هو هو طيب نمبر افترنز هنا وان هنا تو الاريا اخبارها ايه اما كانت تيرن واحدة في الاول كانت كل سايد باربعة اما بقت تو تيرن اما بقت تو تيرن بقى كين معاك مربعين وانت موزع عليهم الستاشر يعني كله مربع معا ثمانية يعني كله مربع السايد بتاعه باتنين فانت هنا بتجيب اريا فور باور تو هنا بتجيب اريا تو باور تو يعني هتطلع الاجابة اتنين على واحد يعني دايب المومنت وان اكوال تو دايب المومنت تو يعني الاجابة هتبقى ضبل رايت زا فولوينج يعني مئة وتمانين ديجري فروم بربندكولر بوزيشن يعني التوركي فيه ماكسيمون ولا زيرو يعني التوركي فيه زيرو يبقى ما فيش غير الرسمة الاخيرة هاي اللي بدعم الزيرو وزادت وقلت في نص لفة ما بين التورك اكتنج على ريكتانجر الكويل في دايب المومنت وماجنيتك فلوكس وقال لك ماجنيتك فلوكس تشينجيبول دينستي دايريكشن بارالتو ذا بلين ماجنيتود بتاع دايب المومنت اللي هيحصله او اكوال كام احنا عندنا التورك باين يعني ممكن بيف ام دي التورك لو اخدناه ب 12 وده ب 0.8 يبقى دايب المومنت هتطلع 15 امبير ميتر سكوير او بذي جرافي بريزن ذا بريزن ذا بريشن وزا تورك افكت تنجر كارنت كارين كويل وابين بلزد في ماجنيتك فلد فيرزاس الانجل تاعت الكويل من الانيشال بوزيشن سويتش في ذا فلون جرافي بريزن ذا بريشن ما بين الماجنيتك دايب المومنت والانجل احنا قلنا ان الديب المومنت ما بيتقصرش بالانجل هو دايما ماكسمم واتجاهه ثابت وكمته ثابتة ندخل على اول حاجة جالفانومتر بيقول لك زا اوبزت فيجر بريزنت انترنال استركشن برضو في عايز المعمول من الكبر ليتر وان ده مشاور على الكويل خدوا بالكو مش مشاور على ده جاي بسبب او ده شكله عامة انه هو في كل الاتجاهات فدايما هتبقى بارة للكويل واللي خلى الشكل ده حاجتين الديزاين بتاع الماجنت نفسه انه هو كونكيف والديزاين بتاع الارنكور يعني هيبقى نمبر 2 اللي هو الماجنت ونمبر 1 اللي هو الارنكور فهي تبقى اجابة بيه design of component 2 presence of component 1 when is see current of low frequency 1 هرتز set up عنده zero في الميدل البوينتر ايه اللي هيحصل له البوينتر هيسوينج يمين وشمال 1 هرتز ده يعني يبقى له 20 ميته هو انا مهمة بالنسبة لي انه هو له frequency فايه اللي هيحصل قد يزيره في النص البوينتر هيقعد يجي يمين وشمال ويمين وشمال لكن لو كان high frequency كنت هقوله انه هو هيحصل له damage الجالفانومتر هيحصل له damage والجزء اللي هيدمج فيه هو spring when current of intensity i pass in the sensitive جالفانومتر عنده what happened to the torsion of the toe spring when the pointer deflect from zero احنا قلنا او ما بنقفل او ما بنوصل الجالفانومتر بالcircuit ال current بيزيد فده بيخلي ان فيه تورك بس احنا دلوقتي بنتكلم مع التورك اللي في الكويل اللي هو بيام بيبقى موجود لكن التورشن او التورك بتاع السبرينج بيزيد سيكا سيكا لحد ما يوصل بيامي وهو increase لحد ما يوصل بيامي وما بنفس ال current العكس بيحصل ده بيبقى zero مرة واحدة لكن السبرينج بيبدأ يريليز التورشن اللي فيه بيبدأ السكويزنج اللي فيه فك ويبدأ يرجع تاني لزيرو وين دايريكتر الكرنط بهاي انتنسي تباس انزا كويل اللي هيحصله اكيد هيحصله دامج قالك هاي مونتو في جينريتد ذات مي دامج ذا كويل which is the following figure present scale of sensitive galvanometer that could use to determine the direction طالما عايز يبقى لازم الزيرو في النص بس اخد بالك ان ايه هو مش uniform يعني الشرطة دي بتلاتة الشرطة دي بستة مرة واحدة فخلتها تسعة لكن دي بتلاتة ودي بتلاتة فهو uniform مش non uniform following figure present deflections of force sensitive galvanometer pointer which of them represents the galvanometer that has greatest sensitivity greatest sensitivity هنيقدر يقس لي ارية تقلب طب تعالا كده ناخدها كارقام انا يا عم عندي galvanometer باربعة ديفيجن هو ادي واحد و ادي اتنين و ادي تلاتة و ادي اربعة و واحد تاني بيقيس زيرو واتنين واربعة ستة تمانين لو current عدى 2 ده هيدفليكت هنا لكن ده هيدفليكت هنا مين مور سينسيتف ده اللي مور سينسيتف اللي هو هصله ديفليكتشن اكبر يبا احنا نختار ابو اكبر انجل if maximum angle of deflection for a pointer of moving coil galvanometer from zero is 64 64 ده عشان يجيب الاي maximum بتاعته طيب لما اجيب ال volumeter connected through which current 4480 مايكرو امبير الانجل بقى 24 عايز يعرف maximum current بكام وقال لنا maximum current عند 64 ديجري و ادينا عند 480 مايكرو امبير الانجل ب 24 ديجري نعمل تطلع 1280 بس مايكرو امبير طب عايز احاول المايكرو الميلي عايز احاول المايكرو الميلي اضربه في 10 power negative 3 يعني هجا اقول 1280 time temper negative 3 تطلع لي 1.28 كده تحولت ميلي امبير which is the following graph present the relation between the torque that affect the coil of galvanometer due to direct current والانجل which is the galvanometer pointer deflect from zero to this position طب اما بيسأل على الانجل بتاعت ال pointer يبقى العلاقة direct لان كل ما الانجل دي تزيد ال current هيزيد فالترك اللي هو بيان هيزيد لكن لو كان قال لي الانجل بتاعت الكويل كانت هتبقى اللي جابها ايها sensitive galvanometer has coil consist of 800 turn الاريا بتاعته 2 سنتيمتر سكوير هتدرب في تمبر negative 4 لو عايز تحولها ال coil rotate فوقت وقال لك وقال لك تلاتة ميلي امبير والميلي بيتدرب في تمبر negative 3 قال لك الانجل 45 خب بالك ال pointer والانجل بتاعت ال pointer دي مش هتفرق معنا حاجة هو عايز ال value بتاعت الترك وال value بتاعت التورشن الاثنين لازم يبقى بعض بعض يعني الاجابة بي يا سي ما تنفعش ولا d ولا a طب نحسب بالتورك ازاي من bayan ال b هو مدهنا ب 0.02 ال current هو مدهنا بتلاتة ميلي يعني هنضربه في تمبر negative 3 ال area قلنا 2 بس هتدرب في تمبر negative 4 وال N ب 800 هتطلع لك 9.6 تبقى الاجابة c تركزت افكت the call of galvanometer when the electric current بس رو ايت اولوز equal a هو المفروض بيان بس يعني بيان من غير ولا sin ولا كوزين فانا هشوف sin كام لان كلهم sin هم هشوف sin كام اللي تديني 1 فطبعا sin التسعين هلها تديني 1 تبقى الاجابة c as value of the shunt resistance decrease ال ammeter ايه اللي بيحصل له طبعا احنا عارفين كل ما الشنط بيصغر تقدر كده تقيس current اكبر يعني range بتاع الجهاز بيزيد وبالتالي sensitivity بتقل والaccuracy لازم تزيد يعني هي من الاخر الaccuracy هتزيد لكن الترك زي ما هو والmagnetic force زي ما هي ولا هتزيد ولا هتقل طبعا 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 اي جي اي جي اي جي اي جي الشنط اللي هو نركبها 0.04 ودي تعتبر ودي تعتبر اي جالفانومتر يعني هنعوض 20 المايكرو يعني ملتبلاي ار جي يعني 200 على الاي اللي احنا عايزين نحسبها اللي هي الاي الجديدة بعد ما لكبنا الشنط مينوس اي جي اللي هي 20 هتطلع الاجابة 0.10002 بس دي امبير لو عايز احولها ميلي امبير زي الاجابات همضربها في تم بار 3 هتبقى 100.02 جالفانومتر خمسين يعني ده الار جي كونكتد بشنط خمسة برسنتج اللي هي الاي جي توزا توتال كورنت اللي هي الاي هو عايز اي جي على اي اللي هي كانت اكوال ر اس ر اس بلاس ر جي يعني هنعمل خمسة على خمسين بلاس خمسة هتطلع علينا 0.09 هو عايزها برسنتج ندربها في مية انزا اوزت فيجر وين كلوزنج كي وان انلي السنستيفيتي جيت دي كريزد للكورتر طيب احنا كنا متفقين ان السنستيفيتي اللي هي اي جي على اي اما تقلي للكورتر ده معناه ان ار جي تلات مرات من ار اس بنشيل واحد من الرقم اللي تحت طيب وين كلوزنج سويتش كي 2 قول لي اذا السنستيفيتي هتدكريزد لحد كام طيب طيب هي الار شنط اللي هي كانت في حالة كي وان دي اللي هي ار يعني نشيل دي ونحط ار يبقى الار جي بتلاتة ار او بمعنى اصح ان احنا هنكتب هنا ان ده تلاتة ار طب كده يبقى الار جي قد ايه من الار اللي تحت دي اعمل تلاتة على هاف هتطلع لك انها ستة يبقى دلوقتي الار جي اللي عندنا ست مرات من الريزيسنس دي يبقى نرجع نقول سنستيفيتي هتقل لها ديه وان احنا في الحالة الاولانية ما كان معنا سنستيفيتي قللنا واحد هنا معنا العلاقة يبقى هنزود لها واحد تبقى واحد على كام واحد على سبع اميتر consist of galvanometer of resistance equal to shunt resistance so that when a current of intensity i flows through a meter الpointer deflected بانجل سيتا لما كانت الار جي اد الار اس والcurrent مشي اي طيب لو shunt resistance reduced to one third يعني ده معناه ان الار جي بقى الثلاثة من الار شنط طب تعال انت اخيل كده الحالة الاولانية الحالة الاولانية ان انا كان معايا الجيربانومتر بار والشنط بار فداخل هنا اي وداخل هنا اي وهنا كان فيه double i يعني الجهاز كان اخره بيقيس two i وهو كان deflected عند i هنا اما دلوقتي دي r بقت ثلاثة r عشان دي بقت التلت بتاعها اللي هي r واحدة still هنا بيخش ig بس هنا بيخش ثلاثة ig ونقدر نقيس اربعة هنا تلاقي ig على i بقت واحد على اربعة اللي هو زودنا واحد على الرقم ده طب ده معناه ايه؟ معناه ان الجهاز بقى اخره اربعة i يعني هنا في النص بقى اتنين i وهنا بقت i يبقى هي بدل ما هتدفلكت هنا هتدفلكت هنا عشان تقرأ نفس اللي كانت بتقراها يبقى بدل ما كل دي هتبقى angle theta هو هيلف نص angle theta بس since the galvanometer connected multi-way switch that can close the circuit of the device in one of the positions donated by number one two three four عايز يconvert to working as an ammeter has largest measuring range يبقى هو لازم يصغر الرشانت جدا عشان الرنج يزيد فين اصغر الرشانت اول واحدة دي بر تاني واحدة دي هنا نص بلاس وان يعني واحد ونص ار تالت واحدة باثنين ار رابع واحدة اللي اتنين براليل يعني نص ار يبقى احنا هنختار الرابعة عشان هي اللي عندها اصغر شانت نص ار galvanometer that has core resistance of 20 can be used to measure current up to maximum 266 ميلي امبير ده الاي جي ال galvanometer connected بشانت resistance that connect in electric circuit containing resistor اربعة خبارك الاربعة ده ار مش الار اس ده ار في السيركت وكان فيه بتر يبقى ام اف في بي يعني بواحد ونص ومش عندها internal resistance لما ال circuit closed ال pointer deflect للتلت اربع ال graduation skill لو جانا نتخيل السيركت اللي هو بي عليها دي هنلاقي ان فيه galvanometer هنا الار جي بتاعته بعشرين متركب معها شانت ما نعرفش بكام وقال لك فيه اربع اوم وفيه باتاري بواحد ونص فولت ده الارشانت طيب الجملة اللي استفدناها ان هي ان هو scale نزل للتلت اربع يعني اقدر اقول ان الاي جي هي تلت اربع اللي هو مدهنة دي اللي هي كانت ستين ميلي امبير يعني تبقى خمسة واربعين ميلي امبير يعني ال current اللي معدي من هنا خمسة واربعين ميلي امبير طيب current total بكام عشان نحاول نجيب الار هنا طيب انت عايز تجيب الاي اللي تحت دي ليه او اللي هي الاي شانت ما هو الفي فوق الفي بتاعت ال galvanometer add الفي شانت وانا معايا اي جي ومعايا ار جي فلو قدرت اجيب الاي اس اقدر اجيب ال في اس صح كده فاحنا مستنين مين مستنين الاي شانت اللي تحت دي طيب اجيب الاي شانت ازاي لازم اجيب الاي توتل المين اللي ما شاف السيركيت وما ينصها من الاي جي اخد الاي اس طيب اجيب الاي مين ازاي انت معاك الفي توتل اللي هي واحد ونص فولت اللي هي البطارية البطارية نفسها ومعاك ار هنا احسب الفي جي اللي هي اي جي في ار جي اي جي في ار جي اي جي في ار جي ده كده انت جبت الفولت على الجزء ده هتماينصه من الواحد ونص يبقى انت جبت الفولت اللي على الجزء ده طيب الاي جي قلنا بكام قلنا بخمسة واربعين ميلي اللي هي تايم تيمبا ونكتف سري والار جي كانت بقى عشرين هتطلع الفي جي بزيرو بوينت ناين يبقى الفي اللي حوالين الار اللي هي باربع اوم دي واحد ونص مينص زيرو بوينت ناين هتبقى زيرو بوينت سكس فولت اعرف اجيب الاي من زيرو بوينت سكسiff دفيد الاربع بس هتطلع زيرو بوينت ففتين امبير يبقى كده الكارنت التوتال اللي ماشي هنا زيرو بوينت ففتين امبير يبقى اقدر اجيب الاي شانت اعمل زيرو بوينت ففتين مينص مين منص الخمسة واربعين مملي مينص الخمسة واربعين مملي امبير we get online الاي شانت زيرو بوينت مية وخمسة. لو عوضت بيه بقى في الفكرة اللي احنا قلناها دي هتتحسب خلاص. طب ما انا معي الفي جي جاهز حسبناه في خطوة فوق هولي هو زيرو بوينت نين. يبقى زيرو بوينت نين. اكوال الاي شانت زيرو بوينت مية وخمسة كده انت طلعت الار شانت بكام? هتطلع على حضرتك. الار شانت بتمانية بوينت ستة. لو الفكرة دي احسسها لفة شوية ممكن في خطوطين يختصروا بس فكر فيها تاني كده بالراحة. اتشوف زي مهاس بين كونيكتد بشانت رزيسنس مختلفة. ده تمنتاشر الار جي توصل بتلاتة. ده تمنتاشر توصل بستة. عايز انهي جرافي الار شانت اللي هيعد في كل واحد. طيب احنا كده عندنا الار جي دي قد الار اس كام مرة? اعمل تمنتاشر دفايدة تلاتة تطلع لك ستة. يعني الار جي ستة مرات من الار اس يعني الاي جي على الاي اس اكوال واحد على سبعة. تمنتاشر قديم الستة تلات مرات يعني الار جي تلات مرات من الار شانت. يعني الاي جي بالنسبة للاي توتل واحد على كام واحد على اربعة. يبقى احنا هنختار انهي رسمة هنختار الرسمة الاخيرة. ايش معنى? عشان دي شرطة اتنين تلاتة اربعة هي خمسة ستة سبعة. لو عملنا رشي وما بين الكارنت ده والكارنت ده دي هتطلع اربعة وده هتطلع سبعة. اميتر شوه فور دي فليكشن وين الكتري كارنت فور هندرد ميلي امبير بس رويت والريدنج بتاع ميت ميلي امبير مع البوتنشل ديفرنس دي. طيب انا معايا كارنت ومعايا في اقدر اجيب الار. عايز بتاعت الشانت رزيستنس ازا اميتر ماكسيمم اربعة. طيب هو عايز يحول الاميتر لاميتر. فاحنا هنتعامل مع انه جالفانوميتر. وده الماكسيمم بتاع اللي هو اي جي. ومقسم الاي دي. على في دي. يبقى انا جبت ار جي. طيب يبقى كده هقول ان الار جي. اكوال في على اي. اكوال الزيرو بوينت زيرو ايت. على ميت ميلي. تطلع زيرو بوينت ايت اوم. بعد كده هجي اقول الار شانت اكوال اي جي. ار جي على اي مينس اي جي. اي جي قلنا بكم? اي جي قلنا قلنا بربعمية بس ميلي. والار جي لسه جايبينها بزيرو بوينت ايت. الاي ماكسيمم باربعة مينس الاي جي لها ربعمية. في تن بور نيجاتف سري. تطلع الاجابة زيرو بوينت زيرو تمانية تسعة. بالسلسف جالفانومتر الريزيستنس بتاعته ستة يعني ده الار جي. كونكتد بشانت رزيستنس كونفيرت انت انت اوميتر. وين. اه وير زا اوبز الغراف بريزن تريليشن. بين الريدنج بتاع الاميتر. في الكارنت انت زا كارنت انتنستي اي جي. اعايز بتاعت الشانت رزيستنس. هي السلوب بتاع الجراف ده. اي على اي جي. ده كان اقوال مين? احنا عارفين اي جي على اي اقوال ار اس. ار اس بلاس ار جي. فاحنا عكسنا الناحية دي. فهنعكس الناحية دي كمان. ده يطلع فوق وده ينزل تحت. ناخد الاي هنا بعشرة. يبقى الاي جي بخمسة بس خبالك الخمسة مضربة في تيم بار نيجاتف تو. اه الار جي مدهنة بستة. والار شانت النون. تطلع الاجابة زيرو بوينت زيرو سري. اوبزت الكتريك سيركيت كونسيستو في بي بي انتنى رزيستنس بتاع توب وان. ومتوصل بكونستانت رزيستنس حداشر الجالفانومتر رزيستنس تلاتين. عايز الرش ما بين التوتال انتنس بس روزا سيركيت بفور وافتر كونيكتنج الجالفانومتر بشانت عشرة. طيب اي بفور الشانت. هتبقى يكوى الفي بي على كل اللي عندك اللي هي التلاتين والحداشر وما تنساش الانترنل. يعني هتبقى في بي على اتنين واربعين. طب اي بعد مركب الشانت. هي الشانت دي هتتركب فين? الشانت اكيد هتتركب هنا. فالاول حضرتك لازم تجيب الاكويفلنت بتاع ده. تعمل تلاتين ملت بلاي عشرة. على تلاتين بلاس عشرة. تطلع سيفن بوينت فايف. يبقى مرة دي هنجمع الحداشر. والسيفن بوينت فايف مع الوان. هتطلع في بي على تسعتاشر ونص. هو عايز اي بفور على اي افتر. ده على ده اكوال في بي على اتنين واربعين. في بي على تسعتاشر ونص. تطلع تسعتاشر ونص فوق. وادل اتنين واربعين تحت. في تمانية وعشرين اللي هي اخر اجابة. فيجر وان ريبريزنت موفين كوال جالفانومتر ريزيستنس تاعته ار جي. كاري الكتر الكارنت اي. فيجر تو كونسيست ريبريزنت كونيكشن في جالفانومتر بشانت ريزيستنس ار اس كونفرت انتو اميتر يقدر يقرأ تو اي. عايز ريشة مبين ريزيستنس تاعت الجالفانومتر والريزيستنس بتاعت الشانت. لو ركزت في الصورتين هتلاقي ان هنا كان اخره اي. لكن هنا دخلو دابل الكارنت وهو قال ريتو الربع. طيب يعني دي اتنين ودي اربع ودي ستة ودي تمانية. يعني هو بقى اخره يقيس. تمانية اي بدل اي واحدة بس. وطبعا هنا اي جي اللي هي اي واحدة وهنا هيخش كام اي جي? سبعة اي جي. يعني الار جي اكوال سبع مرات من الار اس. هو عايز ار جي على ار اس يبقى اكوال سبعة على واحد. اللي هي الاجابة سي. اذا كل ما زودنا الار ام كده الرنج بتاع الجهاز يزيد. والسنسيتيفتي تقل. والاكيوريسي لازم تزيد. فهل التوتا رزيستنس هتقل? ولا السنسيتيفتي هتزيد? ولا الرنج هيقل? ولا الاكيوريسي تزيد? اخر اجابة هي صح. جالفرومتر هزا كوي رزيستنس اف هندرد دل ار جي. كانو يتحول لفولتوميتر عن طريق انا هوصله ملتبولار رزيستنس تون مية. يعني ده الار ام عايز بماكسيما بوتينشيل. هو قانون ملتبولار رزيستنس كان في مينس اي جي ار جي. على الاي جي. طيب الار ام نقعد مكانها بايت هندرد. الفي ماكسيما دي اللي عايزينها. اي جي في ار جي يعني هنعمل مية في زيرو بوينت زيرو وان على الاي جي تاني اللي هي زيرو بوينت زيرو وان تطلع اللي جابة تسعة فولت. فولتوميتر رزيستنس الفين وخمسمية كان بيوت دو ميجر ماكسيما بوتينشال ديفرنس اف تو فولت. وان فولتوميتر جيت كونيكتة وما تبلغي رزيستنس الرنج بتاعه انكريزد باي فور. يعني لو اعتبرت ان ده الار جي وده الفي جي هعتبره في الاول جالفروميتر ورسها هركبه ملتبلاير الفي الجديدة بتاعها ملتبلاير بدلا ما هي اتنين زادت باربعة يعني بايت كام بايت ستة. عايز الار ام بكام? طيب نكتب تاني قانون الار ام. في مينس في جي على الاي جي. طيب اجيب من اين الاي جي? بسيطة. اعمل في جي على الار جي. يعني هعمل اتنين الفين وخمسمية. تطلع ايت في تن بار نيجاتف فور امبير. يبقى نعمل الستة. مينس الاتنين. على تمانية في تن بار نيجاتف فور. تطلع الاجابة خمس تلاف. فور جالفانوميتر ار ايدنتيكال يعني نفس الار جي كلهم واحدة. اتش فور جالفانوميترز. كان وزيستاند هاير فولتج. هو انت عشان الفي تزيد او الرنج بتاع الجهاز يزيد. لازم اوصله باكبر ار ملت بلاير. طيب انا هنا موصله بعشرة ار جي. هنا الاتنين دول مع بعض اكيد هيبقى اقل من عشرة ار جي. هنا انا مركبه مبدئيا مع ار جي عشان الريزيسنس تاعته تقل. ومركب له ملت بلاير ميت ار جي. هنا انا مركبه قصا بالمعداء يعني ده كده مفروض ان هو اميتر مش فولت ميتر. يبقى اكبر ار ام تركبه معاه هالف سي. زرار سري فولت ميترز سيم رنج الريزيسنس بتاعهم خمسمية وخمس تلاف وعشرة تلاف. مست اكيروت فولت ميتر. قلنا كل ما الار ام بتزيد. الرنج بيزيد. اقدر اس في اكبر. والسينسيتيفتي تقل والاكيوريسي تزيد. يبقى المست اكيريت هو اللي متوصل باكبر بطارية اكبر سوري ار ام اللي هي العشرة تلاف. يعني هتجيب الفولت ميتر ده مرة تركبه هنا ومرة هتركب الفولت ميتر ده هنا. طيب هو الطبيعي ان الملتيبلاير تبقى اكبر من الجالفانوميتر يعني ده كده الرنج بتاعه اكبر من الرنج بتاع اكس يعني ده لو بيقيس عشرة فولت اكس هيبقى بيقيس مثلا خمسة فولت طيب انا دلوقتي لو جاي ايس اتنين فولت فهدفلكت هنا عند اول شرطتين لكن هنا لو جاي ايس نفس الاتنين فولت هدفلكت عند اول شرطتين برضو بس اللي هم هنا من العشر شرط دي يبقى البوينتر بتاع اكس دفلكت وز جريتر انجل هي دي اللي جاي بقى الصح فولت ميتر كونسستو في جرفانوميتر وف رزيستنس ارجي ومالتيبلاير اربعة وعشرين مرة منو شو فول سكيل دفلكشن وانت جيت كونيكت بباتري وفليكتر موت فورس عشرة فولت الحمد لله is negligible هو معنى كده ان دي هنا هيقرأ في جي وهنا في ام بما ان ده ادي ده 24 مرة لان اقل لك ان ده 24 ارجي يبقى لازم في ام ادي ال في جي 24 مرة يعني انا عايز اقسم العشرة فولت دي ريشيو ما بين ال واحد والاربعة وعشرين عايز ريشيو واحد الاربعة وعشرين اللي هو الصم بتاعهم 25 عايز اقسم العشرة فولت دي يبقى تفتكر الواحد ده اللي هو ال في جي علي كم فولت اعمل وان في تن على 25 عايز اطلع لك الاجابة 0.04 يعني اكين ده هيقرأ 0.04 لكن ده هيقرأ الباقي اللي هو اربعة اللي هو تسعة سوري بوينت ستة فولت وتبقى الرشيو ما بينهم برضو ده قد ده 24 مرة ميلي اميتر جيف فول سكل ديفليكشن لما الكارنت يبقى 20 ميلي امبير ده الكارنت اللي في الاميتر والدفايس كونسيستوف ريزيستنس 0.1 متوصلة بالرل مع الجالفانوميتر ابرزيستنس 22 يعني الاميتر اللي هو مدهولك ده عبارة عن ريزيستنس 0.1 متوصلة بالرل مع الار جي ام وعشرين يبقى دي اكيد الار شمت والكارنت اللي كان داخل لي كله عشرين ميلي امبير والميلي تايم تمبر نيكتف سري عايز الريزيستنس المطلوبة عشان تحول الجهاز ده كله الى ايه فولت ميتر يقدر يقيس عشرين فولت يعني هو اكنه عايز الار ام اللي تحول ده كله فولت ميتر يقدر يقيس عشرين فولت طيب قانون الار ام في توتل مينس اي جي ار جي على اي جي واحنا هنعمل الجهاز ده كله انه هو الجالفانومتر وهنعمل الكارنت ده انه هو الاي جي فهنه دلوقتي معايا العشرين فولت ومعايا الاي جي بعشرين ميلي امبير نعوض بالكلام ده هيبقى نايز ريزيستنس بتاعت الجالفانومتر اللي هو ريزيستنس بتاعت الاتنين وعشرين والزيرو بوينت وان مع بعض ودول يعني هنعمل اتنين وعشرين في زيرو بوينت وان على اتنين وعشرين بلاس زيرو بوينت وان هتطلع لك اللي جابة تسعة وتسعين بوينت تسعة السؤال سهل بس مهم ان انت تترجم ان انت في قانون الار ام ده انت الاي جي والار جي دول هم بتوع الجهاز الجالفانومتر ده احنا كنا متعودين هنا في الحتة دي جنب الملتبلاير بنركب ايه بنركب جالفانومتر فانت عايز الريزيستنس دي كلها والكارنت ده هم الاي جي فعشان كده لمينا لتوريزيستنس البيرير دول كانهم واحدة بس بولتميتر رزيستنس بتاعته تلات تلاف اوم يقدر يقيس ماكسيمون فولتج ستة هوصله ملتبلاير يعني كده انا هعمله كأنه جالفانومتر عشان الرنج يينكريس باي تلاتة يعني يقيس تسعة طيب ملتبلاير الريزيستنس اكوال في مينس اي جي ار جي على اي جي الفي التوتل اللي هي تسعة دي ممكن نعود عنها في في جي اللي هي الاولانية اللي هي ستة وعايزين الاي جي الاي جي هتبقى في على ار تطلع الاجابة الف وخمسمية سينس في جالفانومتر كان ميجر الايكتر الكارنت ابتو اي جي والجالفانومتر ده متوصل بملتبلاير زي مختلفين عشان نحوله فولتميتر وبزي جراف هيمثل علاقة بين ماكسيموتنشا الديفرنت ميجر دوبايزا فولتميتر والتوتل ريزيستنس بتاع فولتميتر طب ما احنا عارفين ان الفي بتاعت الفولتميتر اكوال اي جي في ار توتل بتاعت الفولتميتر كله يعني كده ما اعمل في ديفايدد الار هيطلع لي الاي على طول يعني لو عملت مية خمسة وعشرين ديفايدد الف انتلو خمسين كده انا بحسب الاسلوب بحسب اي جي على طول اللي هي تطلع زيرو بوينت وين امبير عايز الكوشنت الكوشنت ده اللي هو الديفايدد بتاع الاكس على السلوب الاكس ده هو الفي جي والسلوب احنا حافظين الجراف ده اللي السلوب بتاعه هو الاي جي يبقى هو عايز اكس على السلوب يعني عايز في جي على اي جي هتطلع له مين هتطلع له الار جي شخصيا اوز اتفجر يبقى الاخ ده ار جي يقدر يستحمل جواه اي جي ده الماكس من بتاعه لما فتحنا سويتش كيوان بقى فولتميتر يقدر يقيس لحد 11 فولت هو اما افتح كيوان كده الكارنت بدا ما كان هيعدي فيه بس كده الكارنت هيعدي في العشرة ار جي بعد كده هيعدي فيه فعشان كده هو تركب سيريز مع العشرة ار جي دي يعني دي الار ام بتاعته طيب واضح ان الار جي دي او الار ام سوري عشرة مرات من الار جي يعني ال في ام هتبقى عشر مرات برضو من ال في جي يعني الحداشر دي ده هياخد عشرة فولت وده هياخد واحد فولت يبقى احنا كده اول حاجة استفدناها ال في جي قالك اند وين سويتش كي وان و كي تو ار كلوز توجيزر اتبقى اميتر ذات كانو زيستاند كارنت ابتو 0.11 امبير لما رجع تاني افل ده و افل ده يبقى هو كده ركب الجرفانومتر برر المعدي يعني دي الار شانط بتاعته قالك قدر يقيس كارنت القرنت ده طبعا اللي هو الخارجي اللي هو 0.11 امبير طيب هي كده الار جي دي قد الار جي دي كم مرة اعمل وان ديفايد 0.1 هتطلع لك عشر مرات يعني القرنت اللي هيجي هنا لازم يقد القرنت اللي هيجي هنا عشر مرات يعني ده 0.1 وده 0.01 يبقى انا كده جبت الاي جي كمان هو عايز الاي جي والار جي طيب ما قلنا الاي جي 0.01 اقدر اجيب الار جي بكل سهولة عشان هي في جي على اي جي الفي قلنا بواحد وده 0.01 هتطلع مية يعني اخر اجابة وميتر اف توتل رزيستنس ار او كنتين باتاري اوف في بي زات هاز نجلاجة بانتنى رزيستنس وان ان ان انون رزيستنس اف ار هاز بين كنكتب مابين الترميل نسعت ار اميتر ارجي ار توتل بتاعت الاو ميتر وهو نسمينا كن الار توتل بتاعت الاو ميتر دي ار او هو عايز يعرف بقى الار او دي قديه من الار اكس يبقى هتودي الاربعة الناحية التانى بالدفايدد يبقى هي ار اوفر فور او ميتر ذات هاز السيركت اف رزيستنس ار كونكتد اكروس الريزيستر اف رزيستنس فور ار البوينتر هيدفلكت بقى دي ايه كده ار والاو ميتر نفسه بار يعني دي ار داش بتاعته او ميتر وتوصل بار انون اربع ار يعني كده الار اكس اربع مرات من الار او ميتر يعني كده هيدفلكت للفيفس بتاع التوتال كارنت بتاعه رزيستنس فخمسمائة اوم هتخليه ديفلكت الهاف معنا ان ديفلكت الهاف ان الار اكس قد الار او ميتر يعني كده الار او ميتر هي كمان بخمسمائة طب عشان يديفلكت الكوارتر ده معنا ان الار اكس تلات مرات من الار او ميتر تلاتة في فايف هندرد هتبقى وان ساوزند فايف هندرد اوزد فيجر شون او ميتر سكيل وز اكوال ديفيجن يوز شون داتا عايز الاكتروموتف فورس بتاعت السلب كام طيب هو مبدئيا التسعة دي هنا ده الربع وهنا النص وهنا تلات تربع يبقى التسعة دي عندها الار اكس بتلات مرات من الار او ميتر يعني التسعة تلاف دي اكوال تلاتة ار او ميتر يبقى الار او ميتر بتلات تلاف بس طيب معنا الاي ماكس ممم قانون كان بتاع الاي ماكس ممم اكوال في بي على ار او ميتر فقط يعني الخمسمائة مايكرو امبير دي هيبقى يكوال في بي على التلات تلاف اللي هي الار او ميتر هتطلع الفي بي بواحد ونص عايز ريشي ار او ميتر وده يعتبر الكوارتر وده يعتبر الهاف وده يعتبر سري كوارتر يبقى ار او ميتر وده سري كوارترز هنشقلبها بقت اربعة لتلاتة نشير واحد يبقى بقت ار وان بتلت الار او ميتر وعايز ار وان على ار تو يعني اكوال تلت الار او ميتر على الار او ميتر نفسها هيروحوا مع بعض يبقى الاجابة تبقى تلت وان ترمينل اف او ميتر كونيكتد وزا واير البيانتر ديفلكت باندو في تس كارنس كيل الريزيسسنس في زا واير بتوين ترمينلز اف او ميتر بكامر طالما راح اندو في سكيل يعني راح للا اي ماكسمون يبقى يا باشا هو ما كانش مركب حاجة الار النون بتاعت حضرتك دي بزيرو لسا ما تركبتش انزا شوين او ميتر سيركيت وين كي اس كلوز دي البوينتر هيبقى بكام احنا لو بصنا عليه هنلاقي ان هو ديفلكتد عند الكورتر البوينت دي هي الكورتر يعني هنلاقي ار اكس دي تلت مرات من الار او ميتر طيب دلوقتي هو بيقول لي نص الار اكس يعني نص في ثلاثة ار او ميتر يبقى واحد ونص ار او ميتر اما ده يتقفل ده كده اصبح ار اكس بتاع حضرتك طيب ار اكس دي هتبقى بكام اعمل ثلاثة في واحد ونص على ثلاثة بلاس واحد ونص هتطلع لك واحد واحد من مين طبعا واحد من الار او ميتر اما تبقى الار اكس اد الار او ميتر ساعتها هو ديفلكت النص الاسكيل يعني ساعتها هتلاقيه مش اولك على تو اي اللي هي في نص الاسكيل بالزبط لو في حاجة مش واضحة ابعتولي لو في حاجة مش واضحة في الاجابات بتاعتي هتلاقوا الشرح بتاعها في الفيديوهات اللي اسابها لكم تحت شرح بتاع الدروس دي كفيديوهات ساعة نيكو